اشتركوا في القناة حيث يعتبر المؤتمر الافتراضي الخليج الثاني لدعم منظومة الابتقار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال هو أحد الممبادرات الخليجية بالدكتورة هانادي المباركي والتي تعمل على دعم تنويع الاقتصادي في المجتمعات الخليجية ورفع المؤشرات القياسية للدول الخليجية مثل مؤشر الابتقار وريادة الأعمال والعلوم التكنولوجي وجدير بالذكر أن الدكتورة هانادي المباركي هي رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة إيكو سيستم في السشارات الإدارية ويبدأ اليوم انطلاق المؤتمر والمحاضرات الموازنة للمؤتمر الافتراضي الخليج الثاني خلال الفترة من 6 إلى 8 إبريل 2021 من الساعة 4 مسان إلى 6 مسان على منصف زوني بعدد أربع محاضرات يوميا لخلال فترة المؤتمر بما يعادل نصف ساعة لكل محاضر ويشارك معنا في فعاليات هذه المحاضرات الموازنة على مدار الثلاثة أيام نخبة من الاستشاريين والمتخصصين والخبراء من دول مجلس التعاون الخليج ويتشرفنا أن يكون معنا في محاضرات اليوم الأول أستاذة سوريا سعود العلوي رئيس قسم الملكان فترية مركز الابتقار ونقل التكنولوجيا جامعة السلطان كابوس من دولة عمال أهلا وسهلا بك أستاذ أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا ويشرفنا أن يكون معنا دكتورة لانا بايدن الرئيس التنفيذي استشاريون إعادة التفكير دولة الأردن أهلا مسهلا بك دكتورة ويشرفنا أن يكون معنا دكتورة بشاري الغانم أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي جامعة البويت أهلا مسهلا بك دكتورة أهلا مسهلا أهلا بحضرتك والآن نبدأ في عائل المحضرات مع دكتورة الأستاذة سوريا سعود العلوي شكرا أخت إناس وأنا سعيدة جدا بتواجدي مع نخبة كبيرة معنا الخبراء من الدول الصديقة والشقيقة معكم سوريا سعود حمد العلوي رئيسة قسم الملكية الفكرية في مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان رح أعمل شير للعرض تبعي أتمنى أن يكون العرض واضح 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 دكتورة فضلي رح بسبب الوقت رح أتكلم عن تقربة جامعة السلطان قابوس في إدارة الملكية الفكرية تقربة متواضعة الممارسات التي قامت بها الجامعة وبالتحديد مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا في نشر ثقافة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا داخل الجامعة وإدارة أصول الملكية الفكرية رح أتكلم في البداية لماذا كانت الحاجة الاهتمام بالابتكار والملكية الفكرية والاختراع داخل جامعة السلطان قابوس جامعة سلطان قابوس تعتبر من الجامعات الأولى الحكومية الموجودة داخل سلطنة عمان جامعة جدا كبيرة تحتوي على تسع كليات ذات تخصصات مختلفة اللي هي العلوم الزراعية والبحرية كلية الهندسة، العلوم، الطب والعلوم الصحية، التمريض، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآداب والعلوم الاجتماعية، الحقوق والتربية هذه الكليات كلها نشيطة في جانب سواء كان لجانب الأكاديمي من ناحية التدريس أو من ناحية البحث العلمي في قيام العديد من الأبحاث في العلوم التطبيقية بالإضافة لذلك الجامعة تحتوي على 14 مركز بحثي نشط في تخصصات أيضا مختلفة معظم هذه المراكز البحثية هي مراكز جدا نشطة داخل الجامعة ولها العديد من الأبحاث سواء أبحاث تختص بها الجامعة فقط أم أبحاث مشتركة مع جامعات من الدول الخليقية أو في الدول العالمية وأيضا هناك أبحاث أيضا مع القطاع الصناعي في مجالات مختلفة أذكر بعضا منها من المراكز البحثية اللي جدا نشطة من ناحية الأبحاث مثل مركز أبحاث النفط والغاز، مركز أبحاث المياه، مركز أبحاث علوم الأرض، مركز أبحاث الطاقة المستدامة، البحث الطبية ومركز أبحاث تقنية النانو بالإضافة لذلك يوجد في الجامعة سبع كراسي بحثية ممولة من مختلف القطاعات الصناعية ذات الصلة مثل عندنا كرسي اليونيسيكو لدراسات صخور الإفيولت، كرسي المؤسسة العامة لمناطق الصناعية والمناطق الحرة كرسي غرف التقارة والصناعة عمان لدراسات الاقتصادية عندنا مثلا كرسي شل العلوم الأرضية الكوربوناتية، كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حبيت فقط طاعتني نبدأ عن هذه الأنشطة البحثية الموجودة بالجامعة لشان نعرف ليش إحنا بحاجة إلى إدارة لهذه الأصول الملكية الفكرية وإدارة لهذه الأبحاث وغيرها من الأنشطة البحثية الموجودة داخل الجامعة بالنسبة للإنتاج البحثي الموجود داخل الجامعة تكلمنا عن الإحصائيات حتى عام 2019 لاحظينا أن المنشورات التي طلعت من أروقة الكليات أو المراكز البحثية والتي تم نشرها في سكوبس من 16 لعام 2019 عندنا وصل إلى 1045 في سنة 2019 وحدها يختلف المقالات أو الأوراق العلمية الموجودة في سكوبس ما بين مقالات ومراجعات وأوراق مؤتمرات أو أحيانا بارتس من ضمن كتاب أو مقالات تحريرية بالنسبة إلى المجالات الأكثر نشطة في جامعة السلطان قابوس مثلا لو نتكلم في عام 2019 المقالات الطبية عندنا نشطة جداً المقالات الهندسية الزراعية وعلوم البيولوجية علوم البيئية علوم الحاسب الآلي والفيزياء والفلك فنلاحظ هنا أن معظم الأنشطة هي عبارة عن يعني في العلوم التطبيقية واللي هي ممكن أنها تطلع فيها براءات أو اختراعات أو ابتكارات جديدة تخدم القطاع الصناعي بشكل جداً كبير متى بدأ الاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا داخل جامعة السلطان قابوس عندنا في العام 2000 تم إنشاء مكتب شؤون الابتكار كان مكتب ضمن عمادة البحث العلمي مكتب جداً صغير كان يقوم بإدارة البحوث من ناحية إدارية وتوجيهها بحيث تتناسب مع التحديات الموجودة في القطاع الصناعي والتحديات الموجودة في الماركت أو السوق لحيث تتوقع الأبحاث بما تتناسب مع طبيعة التحديات الموجودة في السوق أو في القطاع الصناعي في العام 2006 تم أبغريدن بهذا المكتب صار القسم واطلق عليه قسم شؤون البحث والابتكار وفي خلال تلك السنوات قاء مقترح إنشاء سياسة للملكية الفكرية داخل الجامعة ولكن لم يتتم إنشاءها مقرر اقتراحات ومناقشات من ضمن الكليات وداخل المجلس الأكاديمي والجامعي في الجامعة في العام 2010 تم أيضاً عمولها أبغريد أكثر للقسم صار من قسم تحول إلى دائرة واطلق عليه دائرة شؤون البتكار وتم فيها تطوير إقراءات تقديم طلبات الملكية الفكرية بالنسبة للأبحاث العلمية ولجميع منتسبي الجامعة سوى كان هو باحث أكاديمي أو حتى كان طالب وأيضاً بدأت عملية الإداعات بالنسبة لبراءات الاختراح في المكتب الأمريكي لأنه كان في تلك الفترة لا زال المكتب العماني يعني ليس مفعل بالطريقة الصحيحة فكانت ارتأت الدائرة أن تتم الإداعات في المكتب الأمريكي علشان منها نتعلم البروسيس القديدة مثل ما يقوله سياسة learning by doing ومنها علشان ننسرع العملية ونتعلم منها بشكل كبير وأنشئ أيضاً في هذه السنة جماعة خاصة للطلاب حتى تعنى بقوانب الابتكار والتكنولوجيا سمناها جماعة الابتكار في العام 2016 تم تغيير مسمى الدائرة وضاف الأقسام جديدة صارت اسمها دائرة الابتكار وريالة الأعمال لأننا ارتأينا أن الابتكار والتكنولوجيا وريالة الأعمال هي سلسلة لا يمكن فصلها أبداً أساساً لأن الابتكار في النهاية أو الاختراع إذا لم يتم توصيله أو أنه تحويله إلى منتق ممكن يستخدم في السوق فما فائدة هذا الابتكار وهذا الاختراع وبالتالي تم تغيير المسمى إلى دائرة الابتكار وريالة الأعمال وفي هذا السنة أو في السنة اللي بعدها اللي هي عام 2017 تم تدشين سياسة الملكية الفكرية داخل الجامعة ورح أتكلم عنها بشكل بسيط في الشرائح القادمة عن سياسة الملكية الفكرية وتم بداية الإداعات أيضاً في النظام الدولي في البي سي فيل في العام 2018 تم تحويل هذه الدائرة إلى مركز بحثي وخدمي كبير داخل جامعة السلطان قابوس وهو مركز الابتكار وريالة الأعمال أو ما يسمى اللي هو الانشطة عديدة منذ إنشاء وحتى يومنا هذا مثل مقترح إضافة الماستر في الملكية الفكرية الحاضنات العلمية دخلنا أيضاً في برنامج تمكين المرأة في الابتكار وريالة الأعمال مع المنظم العالمي الملكية الفكرية أيضاً دخلنا في برنامج المدرسة الصيفية أيضاً مع المنظم العالمي الملكية الفكرية وكل هذا على أساس تشقيع ونشر ثقافة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا داخل الجامعة وبين الطلبة والباحثين والأكاديمية نتكلم عن سياسة الملكية الفكرية داخل جامعة السلطان قابوس أول شيء تم إنشاء هذه السياسة في العام 2017 طبعاً السياسة أنشئت وتم مراجعتها من قبل جميع الكليات الموجودة في القامعة أهداف السياسة كانت هي تفسير الأهمية الملكية الفكرية وقيمتها وأيضاً نشر ثقافة الابتكار والإبداع داخل الكليات تحديد حقوق الملكية وتوزيع العوائد والاستغلال التقار المرتبطة بمنتقات البحث العلمي والتأليف والاختراع وتحديد السياسات والإقراءات لإدارة هذا المنتج طبعاً هذا في حالة أن هذه الاختراعات والابتكارات تم تحويلها إلى منتقات تنزل السوق بالتالي من خلال سياسة الملكية الملكية تم تحديد توزيع العوائد وتقدير وتشجيع قهود البحث العلمي طبعاً والتأليف والاختراع طبعاً السياسة الملكية الفكرية تحتوي على الكثير من البنود يعني ما يسعيني الوقت أني أنا أتطرق على جميع البنود الموجودة في السياسة الملكية الفكرية ولكن راح أركز أن السياسة كانت تهدف في البداية على تشقيع الأكاديميين والباحثين والطلبة على الابتكار والاختراع بالتالي إحنا في بداية السنوات حطينا فيها العديد من التسهيلات بتشبيعهم مثل دفع الرسوم وغيرها من التسهيلات ولكن هذا السياسة حسب البنود الموجود فيها واضح أنه تم مراقعتها كل تقريباً كده خمس سنوات نشوف وين وصلنا واش ممكن نعبر فيها واش التسهيلات أكثر ممكن نعطيها وغيرها راح هنا أتكلم عن two cases موجودة في سياسة الملكية الفكرية بالنسبة لتحويل الأفكار إلى مثلاً منتقات الكيس الأول الموجود معنا في السياسة أنه إذا كان المخترع أو المنتسب الموجود في القامعة سواء كان مخترع سواء كان باحث أو كان أكاديمي أو كان طالب داخل منظومة جامعة السلطان قابوس وطلع باختراع أو ابتكار من ضمن استخدامه للجامعة أو من ضمن إذا كان أكاديمي أو باحث من ضمن المقرر الأكاديمي تبعه أو من ضمن البحوث الممولة داخل جامعة السلطان قابوس وإذا كان هذا الابتكار إذن قديد يتم دفع الرسوم من قبل قامعة سلطان قابوس الحفظ والإيداع وبالتالي الحصول على براية اختراع إذا حصل على ملكية فكرية أي أن كان نوعها سواء كان براية اختراع، سر تقاري، تصميم صناعي أو غير من أنواع الملكية الفكرية يتم بعدين البحث والتطوير فيها اللي هي مرحلة الـ R&D عندنا برنامج أيضا للحاولة العلمية إذا كان بحاجة إلى البحث والتطوير هنا في two cases هذا الكيس الأول أن المبتكر لا يريد أن ينشئ شركة خاصة فيه أو لا يريد أن يدير هذا المنتج وبالتالي هو يريد يعمله ترخيص لشركة R&D قائمة أو مهتمة أو مثلا هناك مستثمر يحب يستثمر في هذا المنتج فالترخيص يكون لشركة R&D قائمة نسبة في هذه الحالة إذا كان الترخيص لشركة قائمة غير عن المخترق نسبة العوائد الصافية تذهب 30% للجامعة تعود و70% المخترعين وطبعا هذا ممكن يكون كرم من ناحية جامعة سلطان قابوس وهذا التشقيع المبتكرين والمخترعين علشان يقوا ويفصحوا عن الاختراعات والابتكارات تبعهم إلى مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا وحفظها وبالتالي تطويرها وممكن تحويلها لاحقا إلى المنتج طبعا معظم السياسات لو لاحظنا أنه ممكن تكون 50-50 للجامعة و50 للمخترع ولكن إحنا كبداية لأنه كانت بداياتنا فقط للجامعة وللتشقيع حابين نعملها 30% للجامعة و70% للمخترعين هذا في حالة الكيس الأول إذا كانت هناك ترخيص لشركات قائمة في حالة الكيس الثاني أنه المخترع أو المبتكر عمل بنفس الطريقة حفظ وإيداع طبعا كانت القامعة هي من قامت برفع الرسوم ومن ثم دخل في الحاظنة العلمية من ناحية الـ R&D وقطة تسويقية وقاهزيته أنه يصبح منتج حاب أنه المخترع بنفسه أنه ينشئ شركة قديدة شركة قديدة وما يعمل ترخيص لشركة قائمة في هذه الحالة تشقيعة من قامعة السلطان قابوس وبكونها مؤسسة ليست ربحية مؤسسة أكاديمية رح نعطي لهذا الشركة اللي هو الشركته الخاصة فيها ترخيص حصري بدون فوائد بعدما يدفع قميع تكاليف اللي دفعتها الجامعة من ناحية حفظ الملكية الفكرية ومن ناحية التطوير في الحاضنة العلمية ومن ثم ممكن أن تتنازل الجامعة لهذا الاختراع للمخترع بحيث أنه تشقع على إنشاء الشركة الخاصة فيه فبالتالي احنا حسب سياسة الملكية الفكرية عندنا هذا الـ Two Cases سواء كان راح يعمل ترخيص لهذا المنتج لشركة قائمة أو راح ينشئ شركة خاصة فيه وإحنا نشقع على المخترعين والمبتكرين وخصوصا الطلبة إذا كان متفرغ أنه هو ينشئ شركة خاصة فيه أما أحيانا بعض الباحثين والأكاديميين لأنه هو Science Mentality ما عنده في الرياضة لأعمال فهم أكثر شيء يتوقهوا إلى الخيار الأول اللي هي الترخيص لشركات قائمة راح أتكلم عن السياسات اللي نكون فيها في مرحلة تقديم الطلب للمتسبي الجامعة طبعاً عندنا عدة مراحل يمر فيها الطلب حتى يصل للمرحلة النهائية في البداية يتم عملية الإفصاح عن الاختراع يتم الإفصاح عن الاختراع إلى قسم الملكية الفكرية في مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا يتم هناك تقييم عن طريق شيئاً مختلفين أول شيء يتم التقييم عبر البحث في قواعد بيانات براءة الاختراع لمعرفة مدى قدة وحداثة الفكرة تبع الاختراع ومن ثم يتم تقييمه بلقنة خاصة تدعى لقنة الابتكار وبراءة الاختراع داخل الجامعة ورح أتكلم عن هذه اللقنة من أعضائها ولماذا أنشئت إذا لقنة الابتكار وبراءة الاختراع واثقت على هذا الاختراع وتم تقييمه حسب الكريتيريا تبع منح براءة الاختراع اللي هي القدة والحداثة هل يوجد فيها خطوة ابتكارية هل قابل للتطبيق الصناعي إذا كان تمت الموافقة عليه ننتقل المرحلة القادمة إذا لم يتم الموافقة عليه يتم اختار صاحب الطلب اللي هو المخترع لتطوير هذا الابتكار وأنه ممكن يأتينا مرة ثانية إذا تم تطويره إضافة ميزات تقنية جديدة إذا تم الموافقة عليه يدخل في مرحلة اللي هو الإيداع اللي هو مرحلة كتابة مسؤولة البراءة بالطريقة الصحيحة ومن ثم اختيار المكتب اللي يتم فيه إداع الطلب حسب طبعا السوق لهذا المنتج هل هو سوف يتم إداعه في المكتب العماني أم هل يتم إداعه في المكتب الخليقي مثلا أم في المكتب الأوروبي أم الأمريكي أو غيره ومن ثم ننتظر طبعا المدة سواء كان منحة البراءة أم لم يتم منح البراءة في هذه العملية الانتظار حتى يتم يعني أحيانا يحتاج 18 شهر حتى يتم البث في موضوع البراءة يبدأ مرحلة التسويق والاستغلال التقاري من حيث التواصل مع القطاع الصناعي المهتمين بهذا المنتج قد يتم العثور على مرخص بالتقنية وبالتالي يعمل له ترخيص لمؤسسة قائمة أو قد يكون المخترع بنفسه حاب أنه يأسس شركة خاصة فيه قد تكون تأسيس مؤسسة ناشية لذلك هذا هي المراحل اللي يتم فيها العمل في قسم الملكية الفكرية في مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا لو أتكلم عن لقنة الابتكار وبراءات الاختراع أعضاء هذه اللقنة متغيرين حسب التخصص للاختراع نفسه العبو الثابت فيه اللي هو مدير مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى موظف قسم الملكية الفكرية أما العضاء الآخرين هم متغيرين كيس باي كيس حسب طبيعة الاختراع نفسه إذا كان الاختراع مثلا في مقال الكيميا راح نجيب اختصاصيين في نفس المقال اللي هو مقال الكيميا إذا كان الاختراع مثلا في مقال الفيزياء أو الأحياء أو النانو تكنولوجيا راح نقلب مختصين في نفس مقال التقنية علشان يساعدوا المخترع في تقييم الفكرة في تطويرها وإعطاء المشورة الصحيحة اللازمة طبعا هذا الاختصاصيين في مقال التقنية من الجامعة وأحيانا نستعين أحيانا كليات وقامعات أخرى إذا كانت تخصص غير موجود في الجامعة أيضا عندنا اختصاصي نقلب اختصاصي من القطاع الصناعي لأن وقهة نظر الجانب الصناعي جدا مهم ما هي التحديات التي تواقههم أو هل هناك حاجة لهذا المنطق أصلا في السوق في ذلك القطاع أو لا إذن مهام هذه اللقنة هي دراسة طلبات تسجيل برات الاختراع المقدمة ومناقشتها مع مقدمي الطلبات والتوصية بشأنها ودراسة المساء المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والبني الأساسي والتوقعات المستقبلية للابتكار داخل الجامعة ترويق ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والإبداع داخل الجامعة واقتراح أسس وإقراءات التواصل مع الجهات المعنية بالابتكار داخل السلطنة طبعا أيضا هناك عندنا برامج لنشر ثقافة الابتكار والملكية الفكرية داخل الجامعة فيه هناك برامج مشتركة لنا علاقة قوية مع المنظمة العالمية الملكية الفكرية من البرامج المشتركة معاهم اللي هي المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية عملناها مرتين مرة كانت باللغة الإنجليزية والمرة القادمة راح تكون إن شاء الله في أغسطس من عام 2021 بتكون باللغة العربية ومفتوحة ليست فقط داخل السلطنة راح تكون مفتوحة أيضا لجميع الدول الإقليمية اللي طبعا اللي يتكلموا اللغة العربية بما أنها بتكون باللغة العربية عنا أيضا برنامج تمكين المرأة في الابتكار وريادة الأعمال من ضمن البرامج المشتركة مع الملكية الفكرية لزيادة عدد النساء المبتكرات والمخترعات ورائدات الأعمال داخل السلطنة أيضا هناك مقترح لبرنامج الماستر في الملكية الفكرية مع المنظم العائمين الملكية الفكرية والورش التخصصية اللي تقدم من قبل المنظمة لمتسبية القامعة هناك أيضا برامج خاصة بالمركز اللي هي زيارات الميدانية للباحثين والأكاديميين اللي تشغيعهم على الابتكار وأيضا توقيههم التوقيه الصحيح من ناحية أن الأبحاث تكون موقهة نحو تكنولوجيا معينة تخدم القطاع الصناعي وبالتالي يسهل تطبيقها لاحقا في السوق أيضا هناك ورش عامة وتخصصية داخل وخارج الجامعة نعمل كثير من البرامج سواء كان لطلبة الجامعة للباحثة الجامعة أو أيضا للكليات أخرى خارج الجامعة مسابقات ومبادرات وأيضا محاضرات ضمن المقررات الأكاديمية للطلبة صارت الكثير من المقررات تطلب وقود مادة عن الملكية الفكرية أو مادة عن الابتكار وليات الأعمال وصار المركز يقدم العديد من المحاضرات ضمن المقررات الأكاديمية للطلبة لو نشوف بعض الإحصائيات الخاصة بقسم الملكية الفكرية في المركز بناحية طلبات الإفصاح هي في تزايد بسبب القهود المبذولة من قبل المركز طلبات الإيداء أيضا براءات الاختراع الممنوحة هي صارت أيضا في تزايد مع أنه أحيانا وبسبب الحين مثلا السنوات الثلاث الأخيرة 2020-2019 بسبب طبعا كنا نعرف وضع كورونا صار شوي هبوط في طلبات الإفصاح ولكن نحن بالقهود المقدولة مع البرامج مع السياسة نحاول نشجع زالة عدد طلبات الإفصاح داخل الجامعة في الأخيرة أتكلم عن بعض النماذج لإدارة أصول الملكية الفكرية داخل جامعة السلطان قابوس عندنا هنا مثال لبراءة اختراع لأحد الإداريين موجودين في المكتب الرئيسية في جامعة السلطان قابوس لاختراع المسمى مسند آلي لأرفف الكتب في المكتبات حصلنا فيه على براءة اختراع وقرر نعملها ترخيص حصلنا على شركة عملنا لها ترخيص لشركة القرية الهندسية وكان نوع الترخيص اللي هو تطوير وتصنيع في نفس الوقت وتم الاتفاق على نسبة العواد الصافية أنه 25% للقامعة و75% للشركة هذا أحد النماذج الناجحة لإدارة أصول الملكية الفكرية نموذج أيضا آخر حصلنا على اختراع فيه أصولين للملكية الفكرية اللي هي براءة اختراع زايد سرتيقاري لاختراع مسمى صناعة كريمة دبس التمر بطريقة علمية وغير مكلفة والمقترح هو إنشاء شركة ناشئة من هذا المنتج والحين إحنا في صدد دراسة السوق ووضع الخطة التأسيسية وسوف نرى كيف بالإمكان تبني المصنع ونسبة العوائد ما بين المخترع والقامعة لازالت هذه في طور الدراسة إذن هذه نموذجين حبيت أظهرهم هنا عن إدارة أصول الملكية الفكرية وإن كيف نحول هذا الأصول إلى منتقات بات لها قيمة إضافية في السوق العماني أو حتى في السواق الخليجية والأقليمية هذا أعطيتكم نفذة بسيطة عن أفضل الممارسات لنقدمها في قسم الملكية الفكرية في مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا وسعيدة بمشاركتي معكم وأعتقد الاستفسارات ممكن تكون الأسئلة لاحقا شكرا جزيلا أستاذ الأصولية سعود العلوي شكرا والآن نبدأ المخاضرة الثانية مع دكتور حسن غورة أستاذ المساعد مدير الاقتصاد وريادة الأعمال والمراكب العالمي لريادة الأعمال وليد لكسي لكم سلام عليكم يعطيكم العافية واضح الصوت أتمنى سمعوني بس واضح الجميل وما شاء الله عدد المشاركين كبير وهذا يدل على أهمية هذا المؤتمر وأهمية ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في نمو واستدامة المجتمعات والاقتصادات سواء الخليجية والعربية بشكل عام وفي هذا المناسبة بشكر الأخ السورية ويمكن إذا بتبعثي لنا هيك عينة من الكريمة للتبسد التمر بيكون كويس بنعطيك رأينا إن شاء الله إن شاء الله مع المحاضرة القيمة في الحقيقة بدأت علاقتي مع ريادة الأعمال في 2014 ما بدأت دراسة الدكتوراه بجامعة برونه لندن ومن أهم التقارير التي يعني تصدر بشكل سنوي من سنة 1999 هو المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor لكن للأسف هذا التقرير اللي هو أهم تقرير عن ريادة الأعمال يقيس نشاط ريادة الأعمال في الدول في العالم بدأت بخمس دول وانتهى يعني مئات عفوان فوق المئة الدولة شاركت في هذا التقرير لكن للأسف في نقص في المعلومات عن الدول العربية والدول الخليجية بشكل يعني محدد الحمد لله هذه أول سنة إن شاء الله بتشارك دولة الكويت بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورة ساهمت في تبويل هذا البحث العلمي إن شاء الله اليوم سأعطيكم إن شاء الله معلومات فرش يعني مثلا بقوله طازة من الفرن إن شاء الله سنعطيكم أهم المعلومات عن تقييم نشاط ريادة الأعمال في سنة 2020 طبعا كل التقارير ستصدر بشهر خمسة يعني التقارير العالمي لريادة الأعمال سيصدر بشهر خمسة تقرير الكويت أيضا إن شاء الله بإذن الله سيصدر بشهر خمسة والتقارير الأخرى للدول الأخرى فاللي بحب يتابعنا ممكن يتابعنا حسابي على تويتر إن شاء الله سأشارككم في أهم النتائج وأهم الأبحاث الصادرة عن هذا التقرير فأنا اليوم إن شاء الله الهدف من المحاضرة نعطيكم يعني نفذة مختصرة عن أهم النتائج وإن شاء الله لاحقا بشهر خمسة إن شاء الله نعطيكم تقرير مفصل عن هذا الموضوع بإذن الله طبعا بدأت فكرة المرصد العالمي لريادة الأعمال أو مشروع المرصد العالمي لريادة الأعمال سنة 1997 شراكة بين كلية لندن للاقتصاد وكلية بابتسون كوليجي اللي في أمريكا وشاركتها يعني كبار العلماء بحيث أنه الهدف الأساسي من التقرير هو الإجابة عن هذا السؤال لماذا تعتبر بعض الدول أكثر ريادة للأعمال من غيرها وطبعا مثل ما بتعرفوا في مبدأ أساسي في الإدارة بمعنى أنه أنت لا تستطيع أن يعني مثلا الأخترية تكلمت ما شاء الله عن ريادة الأعمال في عمال لكن كيف نستطيع أن نقيس نشاط ريادة الأعمال في عمال هل هو تعتبر جيدة من مقارنة بالدول الأخرى أم لا وبالتالي نحتاج إلى مصطرة واحدة موحدة بين الدول نستطيع من خلالها أن نوضح الفروقات ومدى تطور نشاط ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي في هذه الدول يستند تقرير ريادة الأعمال والمحليلات المرصد العالمي لريادة الأعمال عن طريق بحثين رئيسيين البحث الأول هو استبيان آراء السكان البالغين الذي يتم تطبيقه كمسح لعين ممثلة عن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وال64 عاما وهو يعني بشكل علمي وما أكثر رواد الأعمال في هذا الفترة العمرية عادة يكون نعمل مسح لألفين شخص من كل دولة وهو يعتبر راندم سيرفي يسمى بالأدلس بوبيوليشن سيرفي بشكل عشوائي حتى يتم يكون النتائج بشكل علمي وبشكل واضح وبشكل قوي أيضاً الطريقة الثانية تعتمدها بتقرير ريادة الأعمال على استبيان آراء الخبراء عادة أن يكونوا 36 خبير في مختلف المجالات لكل دولة الخبراء الوطنيين المصمم لجمع معلومات موضوعية حول وضعية تسعة عوامل أو تسعة ظروف متعلقة بريادة الأعمال هذه نبذة مختصرة عن المرصد العالمي لريادة الأعمال سأنتقل إن شاء الله بشكل مباشر عن النموذج أو الفريمورك إلى التقرير السنوي لريادة الأعمال كما تلاحظون الأخوة الأفاضل هنا نقيص نشاط ريادة الأعمال بحسب المراحل ناشئ جديد وقائم أو بحسب الآثار نمو مرتفع ابتكار عالمي ريادة الأعمال لأكثر من دولة وأيضا بحسب النوع نشاط ريادة الأعمال في مرحلة المبكرة أو في المرحلة social entrepreneurship ريادة أعمال الاجتماعية أو ريادة أعمال الموظفين وهذا النشاط يتفاعل بشكل مباشر بين القيام الاجتماعية وبين المؤسسات والسياق السياسي والاقتصادي أيضا لدينا هنا نقيص أيضا السمات الفردية النفسية والسكانية والتحفزية وبالتالي يصبح لدينا مخرجات لنشاط ريادة الأعمال بناء على هذا النموذج نستطيع قياس نشاط ريادة الأعمال لدولة ما طب ما هي أهم النتاج؟ نعرف أن 2020 كانت من أصعب السنوات في تقريبا 50 سنة الماضية تقريبا خصوصا أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على رواد الأعمال وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب أن مواردهم محدودة يعني الشخص الذي لديه نشاط طيجاري معين لديه موارد محدودة خصوصا لمواجهة جائحة تجائح الكورونا فتأثيرها صحي وتأثيرها اقتصادي بنفس الوقت فحاولنا في هذا التقرير أن نقيص عدة مؤشرات لنفهم مدى تأثر نشاط ريادة الأعمال ومدى أيضا نمو نشاط ريادة الأعمال في سنة 2020 سأطيكم بعض المؤشرات ليست كلها لكن من أهم المؤشرات نستطيع أن نقول بما يعرف بالأفلييشن أو السوشال نتورك فعندما نقيص نسبة حوالي بين الأعمار 18 إلى 64 نلاحظ أن الأخوة في عمال لديهم النسبة الأكبر من بين تقريبا 2000 شخص 84% يعرف شخصا بدأ نشاطا تجاريا في العامين الماضيين وطبعا الدراسات توضح أن الأشخاص لديهم سوشال نتورك مشاركة اجتماعية في بناء ريادة الأعمال عادة ما يتأثرون ببعضهم البعض سواء كتأثر من ناحية ثقافية أو كتأثر من ناحية العلمية knowledge sharing يليها دولة الإمارات ثم يليها دولة الكويت وآخر دولة عندهم في الدولة إيران المؤشر الثاني يتكلم عن الظروف الجيدة لبدء عمل تجاري في الستة أشهر القادمة في المنطقة أكثر رواد الأعمال المتفائلين في موضوع بنشاط تجاريهم الأخوة في السعودية 90% من الذين يعني تواصلوا معهم عن طريق المسح الاستبياني 90% لديهم طبعا عادة رواد الأعمال بشكل عام يكونون متفائلين في موضوع النشاط التجاري لكن يلاحظنا في السعودية النشاط جدا عالي 90% أيضا لدينا الأخوة في عمان وربما سوريا ما شاء الله البرامج التي شرحتها ربما هذه من أهم الأسباب اللي هي موضوع الإنكوباترز موضوع التعليم موضوع السوشال نتورك كل هذه الأمور تؤثر في موضوع زيادة أو أتفاؤل رواد الأعمال في البدء بنشاط تجاري يليها قطر وبالنهاية لدينا هنا دولة إيران تقييم الخبراء طبعا نحن ما يعني شرحنا في البداية هناك النوع الثاني من تقييم الدول هي عن طريق الاستبيان أو عن طريق الاستبيان الذي نتواصل به مع الخبراء 36 خبير منكم دولة الخبراء هم قيموا استجابة الشركات الجديدة والمتنامية بالنسبة لردود الأفعال بالنسبة للجائحة وأيضا التدابير الحكومية اللازمة لحماية الشركات الجديدة والمتنامية إذن لدينا هنا مؤشرين نرى أن السعودية في المركز الأول عندنا اللون البرتقالي هي الـ هل كانت حكومة رشيدة هل كانت حكومة فعالة من ناحية دعم المشاريع الصغيرة والمتنامية أيضا اللون الأزرق يدل على مدى فعالية رواد الأعمال ومرونة رواد الأعمال للاستجابة لجائحة كورونا إذن نلاحظ أن السعودية في المركز الأول غالبا بالنسبة للتدابير الحكومية والإجراءات الحكومية أيضا بالنسبة لرواد الأعمال كان هناك مرونة كبيرة من رواد الأعمال في الاستجابة لجائحة كورونا يليها أقل بعض الشيء الإمارات ثم لدينا قطر، عمان، وفي النهاية لدينا الكويت وإيران نلاحظ أنهم بعض الاختلافات، نلاحظ مثلا رواد الأعمال في الكويت كان لديهم مرونة كبيرة في الاستجابة لجائحة كورونا إلا أن الحكومة لم تتخذ تدابير حسب تقييم الخبراء بشكل كافي لدعم رواد الأعمال في المنطقة طبعا هناك علاقة وطيضة وهناك أيضا علاقة إيجابية بين المعرفة والمهارات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية ونلاحظ أن السعودية تتمركز في المركز الأول في موضوع عن طريق الاستبيان 86% من الأخوة في السعودية يؤكدون أن لديهم المعرفة أو المهارة المطلوبة لبدء الأعمال إذن ربما الباحثين يجب عليهم دراسة دولة السعودية لماذا لديهم هذا النوع من البرسبشن، هذا الإبراد أن لديهم المعرفة المطلوبة لبدء الأعمال التجارية هل هو بسبب بيئة العمال الموجودة، هل هو بسبب النظام المعرفي أو نظام التعليمي الموجود في السعودية إذن هناك بعض الأسئلة التي ربما نستطيع أن نتعلم منها وربما نشجع الأخوة لعمل أبحاث أكثر في هذا الموضوع يليها بفارق حوالي 20% قطر بالتوازي مع إيران وعمان والكويت والمغرب وبنسبة أقل مصر والإمارات على المعدلات الخوف من الفشل وهذا بالأمانة من أهم المؤشرات التي ربما تؤثر على البدء بالأعمال سواء بدء أعمال مشاريع صغيرة أو بدء المشاريع المتوسطة نلاحظ أن الكويت في الصدارة 50% من الذين عملنا معهم استبيان وضح أن هناك خوف من الفشل الذي سيمنع بدء عمل تجاري لها السعودية أيضاً هناك يجب أن يكون هناك دراسات لأن الدراسات توضح أن عادة التعليم سيخفف من الخوف من الفشل أيضاً الميديا التنشن الميديا سابورت ثقافة المجتمع ربما يستطيع أن تحد من زيادة الخوف من الفشل في البدء بالأعمال فنلاحظ مثلاً السعودية لديها نسبة حوالي 50% لديهم الخوف من الفشل في عمل تجاري لكن أيضاً السعودية لدي نسبة عالية بالنسبة للمعرفة والمهارة إذن هناك بعض الظواهر التي يجب علينا دراستها إن شاء الله في المتقبل وأنا أتشجع الإخوة إن شاء الله في السعودية أو في الكويت أو في الدول الخليجية والعربية في دراسة هذه الظواهر ومعرفة أسباب لماذا هناك خوف من الفشل في بدء عمل تجاري في بولة ما من السهل بدء عمل تجاري في بلدك طبعاً عادةً عندما تسأل هذا السؤال لشخص ما عادةً يخطر عبالي عادةً الإجراءات الحكومية وتشجيع بيئة الأعمال فنلاحظ أن أيضاً السعودية تتصدر المشهد بـ 91% من الـ 2000 شخص الذي عملنا معهم استبيان يليها بفارق كبير يعتبر الإمارات وقطر وعمان والكويت والمصر تقريباً في نفس المستوى بين الـ 61% إلى 70% تقريباً طبعاً هناك أقل المغرب وبالنسبة كبيرة لدينا إيران إذن بناء على المينا ريجين منطقة الشرق الأوسط تلاحظ تقريباً أن السعودية تتصدر المشهد مرة أخرى بناحية سهولة البدء عمل تجاري في البلد بالنسبة لمراحل أنشطة ريادة الأعمال هناك ثلاثة مراحل هناك نية يعني لا يوجد هناك بدء فعلي في ريادة الأعمال مثلاً الحصول على الرخصة أو مثلاً دفع بعض المصاريف للبدء بالأعمال نلاحظ أن هناك نية عالية بين الكويتيين وهذا يعتبر مؤشر جيد أن الكويتيين مثلاً أو الكويتيون لديهم تركيز عالي على وهذا يعتبر جزء من ثقافة البلد أيضاً يعني عندما عادة عندما تناقش أي شخص هنا أيضاً في الكويت نلاحظ أن لديهم دائماً النية في بدء متشروع فنية موجودة لكن نلاحظ أيضاً أن البدء في الأعمال هناك نسبة قليلة حتى ما بين أغلب الدول سواء العربية أو في منطقة الشرق الأوسط النسبة تعتبر قليلة نسبياً وأيضاً البيئة والإستابلش بيزنس بدء العمل لأكثر من 42 طبعاً إستابلش بيزنس هو العمل المؤسس لأكثر من 42 شهر حسب التعريف المصد العالمي لريادة الأعمال نلاحظ أن نسبته قليلة ربما هناك زيادة بعض الشيء في إيران والسعودية لكن أغلب الدول نلاحظ أن هناك نية في البدء فيها العمل في نشاط تجاري جديد لكن النسبة تعتبر فرق شاسع بين النية وبين البدء الفعلي إذن هناك فيه جاب فيه فراغ فيه فجوة بين النية وبين البدء الفعلي وبالتالي علينا دراسة هذه الظواهر ويجب علينا تشجيع رواد الأعمال ما هي العوامل التي تعمل على انتقال رواد الأعمال من النية في بدء عمل تجاري إلى البدء بشكل فعلي خروج وإغلاق الأنشطة التجارية خصوصاً في جائحة كورونا يعني نسبة كبيرة أغلب الدول طبعاً إحنا بسبب جائحة كورونا هناك يعني خروج وإغلاق من الأنشطة التجارية بنسبة كبيرة لكن الفرق بين الخروج والإغلاق الأنشطة التجارية الخروج من النشطات التجارية بمعنى أنه ربما مثلاً الشخص لديه محل فهو خرج من المحل لكن يبقى مثلاً يبيع الأنشطة التجارية مثلاً أو البعاء أونلاين إذن هو لم يخرج بشكل تام من النشاط التجاري إذا خرج من النشاط التجاري بشكل تام يعتبر إغلاق فهناك فرق في عادة نحن نقيس هناك نوعين أو مؤشرين في موضوع الخروج والإغلاق إذن لدينا الإكزيتس لدينا أغلب الدول مؤشراتها عالية خصوصاً في الإمارات أعلى من الإغلاق لكن أعلى الدول من ناحية الإغلاق لدينا الكويت بمعنى هو انتهى تماماً من النشاط التجاري سواء عنده مطعم سواء عنده مكتب تجاري سواء عنده خدمات أخرى فتسعة بالمئة من الذين تواصلنا معهم حوالي لألفين شخص هم يعني وضحوا أو بينوا أنهم أغلقوا نشاطهم التجاري بشكل كامل تليها مصر ثم تليها عمان مع أن عمان لو تلاحظ البيانات الأولية أن هناك في معرفة أن هناك في سهولة بدء عمل هناك في مثلاً معرفة بين القيام المجتمعية والثقافة إلا أن هناك أيضاً نسبة تعتبر غير طبيعية وطبعاً هذا بالتأكيد بالسبب جائحة كورونا لكن الأخوة أيضاً في عمان نجب أن ندرس وأن يركزوا أكثر على موضوع الخروج والإغلاق العنشطة التجارية وأسبابها وكيفية الحد منها في المستقبل دوافع البدء عن النشاط التجاري هناك أربع دوافع وهذا قبل سنتين قريباً بدأوا في دراسة هذه الظاهرة عادة ما المرصد العالمي رياضة الأعمال يركز على الدوافع سواء بالضرورة أو بالنسبة الدافع بسبب هناك فرصة في السوق لبدء عمل تجاري لكن قبل سنتين بدأوا في دراسة أربعة دوافع اللون الأزرق يمثل بمعنى أنه الدافع الرئيسي لبدء نشاط تجاري هو يريد أن يغير شيء في العالم حسناً وفي عندنا مثلاً اللون البرتقالي هو الدافع الثاني هو زيادة الدخل بشكل كبير الدافع الثالث باللون الرمادي هو وبمعنى أنه لدي مثلاً أنا يعني من قبل قريباً عشر سنوات اشتغلت مع الوالد وكان عندنا نشاط تجاري لحد الآن موجود فكان دافعي هو استمرارية النشاط العائلي أو التجاري وطبعاً نحن في دول خليجي بشكل خاص هذه الظاهرة موجودة اللي هو الإخوة أو رواد الأعمال يستمرون في النشاط العائلي أو النشاط التجاري العائلي وآخر واحد اللون الأصفر تقريباً هو يرناليفي بكوز جوبس آر سكيرس هو مضطرب وهو يعتبر يسمى إذن الدافع الرئيسي اللي بدأ نشاط بسبب عدم وجود فرص عمل في الشركات سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي نلاحظ أن أغلب الدوافع بين اللون الأصفر واللون البرتقالي اللي هو إما السعي نحو بناء ثروة كبيرة أو بمعنى أنه هناك لا يوجد فرص عمل كبيرة وبالتالي بدأ نشاط تجاري بسبب عدم وجود فرص عمل هذه أكثر بالظواهر الموجودة لكن نلاحظ أيضاً اللون الأزرق هناك في زيادة اللي هو طبعاً لماذا ندرس هذه الظواهر؟ لأنه عادةً الأشخاص الذين يسعون لبدأ نشاط تجاري بسبب دافع الفرصة سواء تغيير العالم أو سواء السعي نحو بناء ثروة هذه الأشخاص عادةً ما تكون سرعة نمو شركاتهم تكون بشكل مضطرد من شكل أكبر من ناحية التوظيف أو من ناحية توسع الشركة وزيادة رأس مال الشركة وبالتالي يهمنا في هذه الظاهرة نستطيع أن نقول أن الدول التي لديها نسبة أعلى من تغيير العالم أو نستطيع أن نقول أن نمو الشركات يكون فيه إنتاجية أكبر بما يسمى الـ Productive Entrepreneurship اللي هو ريادة الأعمال المنتجة والتي تسعى إلى النمو الاختصادي نحن إن شاء الله بقي كم مؤشر وإن شاء الله منخلص بقي تقريباً عشر دقائق المؤشر الآخر هو مشاركة النشاط التجاري المبكر والقائم في قطاعات التكنولوجيا المتوسطة أو العالية طبعاً مثل ما تفضل الأخوة في بداية المؤتمر وأيضاً الآن هناك ربط مباشر بين التكنولوجيا وريادة الأعمال لا نستطيع أن نفصل بينهم فكلما كان هناك نشاط التكنولوجيا بشكل أكبر كلما كان إنتاجية ريادة الأعمال بشكل أكبر سواء بالأرتيفيشال انتليجنس بالذكاء الاصطناعي أو سواء بالمعلومات الكبيرة أو في موضوع الديب ليرنينج وغيره من الأنشطة التكنولوجيا العالية سواء في مجال أيضاً الابليكيشن سواء في الموبايل اندستري سواء في الكارز اندستري وغيرها من المواضيع التكنولوجية فنلاحظ أن هناك مثلاً نسبة عالية ما بين اللون الأزرق يمثل بدء نشاط تجاري نلاحظ أن هناك زيادة متطردة في دولة إيران وهذا مؤشر جيد أيضاً نلاحظ الكويت هناك مؤشر أيضاً جيد 5% يليها قطر الإمارات مصر عمان المغرب ثم سعودية بينما الشركات الموجودة أصلاً هي الشركات القائمة نلاحظ أن أيضاً إيران نسبتها عالية والكويت يليها أيضاً الإمارات إذن نلاحظ وهذه يعني لأنه يجب أن هناك نقطة مهمة في ريادة الأعمال وهي الموضوع ليس بالكثرة كثرة رواد الأعمال وإنما بجودة جودة ريادة الأعمال فنحن نقول في مثل ممكن شركة واحدة تكون منتجة وعنا هنا بعض الأمثلة الممتازة في الكويت مثل طلبات مثل جاست كليم مثل فكرة بوتيكات هذه الشركات عبارة يعني الشركات هذه المبنية على التكنولوجيا قامت بتوظيف مئات وربما آلاف الموظفين وبالتالي ممكن شركة واحدة تكون أفضل من ألف شركة قائمة ببنية على ليست ببنية على التكنولوجيا سواء التكنولوجيا المتوسطة أو العالية فكلما كان هناك مشاركة بين النشاط التجاري في قطاعات التكنولوجيا كان هناك مشاركة أكبر كلما كان هناك مؤشر أن هذه الاقتصادات تكون تسعى إلى الاستدامة والنمو بشكل كبير وتنويع مصادر الدخل خلصاً أن دول الخليج تعتمد على النفط أوقع خلق فرص عمل عندما عملنا استبيان نلاحظ أن الأخوة في قطر يلاحظ هناك نسبة عالية 60% يتوقعون هناك فرص عمل أكثر من عشر وظائف يستطيعون يعني أواد الأعمال في قطر خلال الخمس سنوات القادمة يستطيعون خلق أكثر من عشر فرص عمل في الخمس سنوات القادمة أيضاً لدينا الإمارات نسبة جيدة وبعدها يليها الكويت والسعودية والدول الأخرى أعلى نسبة من نسبة للإستابلش بيزنس اللي هي الشركات الأقائمة نلاحظ أنها في الإمارات يليها قطر والكويت أيضاً هذه الظواهر يجب علينا دراستها يعني لماذا مثلاً الإمارات وقطر يتصدران المجهد في خلق قرص العمل وهذا يعني فرصة للباحثين في دراسة هذا الموضوع هل هي البيئة؟ هل هناك عوامل أخرى؟ عوامل اقتصادية؟ عوامل اجتماعية؟ هل هناك منظومة اقتصادية أو منظومة ريادة أعمال تعمل على الدفع إلى رواد الأعمال في خلق وإنشاء شركات جديدة في الدول المذكورة؟ التصدير من أهم المؤشرات لأن التصدير عادة عندما تصدر شيئاً فهذا يعني أنك تتفوق على دول أخرى وبالتالي فأنت لديك بما يعرف النوهاو لديك المعرفة فمؤشر التصدير عادة ما يكون هو إبارة عن يعطيك رسالة ضمنية أو مؤشر أن هناك معرفة أو هناك اقتصاد معرفي في هذه الدول ونرى أن هناك دولة الإمارات تتصدر المجهد خصوصاً في رواد الأعمال الإمارات والكويت وقطر يتصدرون المشهد في هذا الموضوع وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك معرفة هناك تنوع اقتصادي أكثر من الدول الأخرى إذن فكرة التصدير هناك ارتباط مؤشر وهناك يعني مركز معروف اللي هو الهارفورد بيزنس جروث اللي بيحب يطلع عليه ونشره أنا بحسابي على تويتر يصدر بشكل سنوي أهم الدول التي لديها تصدير أكبر وتنوع في التصدير فعادة أن كلما زاد التنوع في التصدير كلما كان مؤشراً على هناك تنوع اقتصادي أكثر في الدول تقريباً آخر شريحة إن شاء الله هون يعني ركزنا على الكويت بما أنه نحن يعني نبدير فريق الكويت للمرصد العالم ريادة الأعمال هنا في الكويت نلاحظ أن الكويت مثلاً وممكن إن شاء الله في المستقبل نستطيع أن نقارن بين الدول الأخرى نلاحظ أن الكويت مقارنة في المينا ريجن مقارنة في السعودية والإمارات وقطر وعمان وإيجب والمغرب ومصر والمغرب وإيران نلاحظ أن الكويت يعني تتساوي في بعض المؤشرات منها الكالتشر الثقافة الفيزيكال إنفرستركتشر البني التحتية في مثلاً الكوميرشل&فروفشنا إنفرستركتشر البني التحتية التجارية وفي أيضاً فيه الـ Government Policies السياسات الحكومية منها التاكسز والبيروقرسي لكن في مؤشرات أخرى الكويت تعتبر بنسبة أقل بالنسبة للمؤشرات الأخرى من ناحية الدعم السياسات الحكومية الداعمة لريادة العمال أو من ناحية الدعم التمويلي أو من ناحية البحث والتطوير أو من ناحية التعليم ريادة العمال في المدارس ومعد المدارس أيضا هنا في الـ School Entrepreneurial Education وفي النهاية البرامج الحكومية يعني ما شاء الله الأخصرية تكلمت عن البرامج سواء الجامعية والبرامج الأخرى التي تدعم ريادة العمال فنلاحظ هناك مؤشر يعني هناك فارق يعني يعتبر واضح بين الكويت ومتوسط الدول في منطقة الشرق الأوسط فكان هذا يعني ربما يعطيكم فكرة أوضح يعني ربما خصوصا زمانة من المتشاركين بعض واضعي السياسات أو بعض صانعي القرار فهنا نستطيع أن نضع مثلا بقوله نضع على الجرح أين أين البوتول ملكس اللي هي العنق الزجاجة ما هي أهم المؤشرات التي نستطيع أن نحسن منها أو نستطيع أن نطورها في المستقبل وبالتالي نستطيع أن نطور منظومة بيئة الأعمال في الكويت بالنهاية أشكركم جدا إن شاء الله ما كنت طولت عليكم حبيت أعطيكم فكرة عن تقرير عن المطول يعني تقرير مطول حوالي مئة صفحة إن شاء الله رح يكون بشهر خمسة إن شاء الله رح نصدره وحنا نعمل مؤتمر فيه واللي بيحب يشاركنا المؤتمر حياكم الله حسابي موجود على تويتر إن شاء الله حنيتكم نطلع أول بأول على هذا الموضوع وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الورشة العمل يعطيكم العافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور حسن غورة أستاذ مساعد مدير الاقتصاد وريادة الأعمال والمراكب العالمي لريادة الأعمال كلية بوكسيل الكويت التولية الكويت شرفنا شكرا شكرا يعطيكم العافية والآن نبدأ المحاضرة الثالثة مع دكتورة لانان بايدن الرئيس التنفيذي باستشارين إعادة التفكير أهلا وسهلا بالجميع يعطيكم العافية كثير سعيدة أني موجودة معاكم شكرا للمنظمين شكرا للأساعدة اللي سبقوني الدكتور والأستاذة الثرية أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالحضور يمكن حديثي اليوم عن النقطة البداية التي تبدأ وبعدها مننطلق المفروض وبعدها للثرية والدكتور حسن لأن حديثي عن رحلة مدارس التفكير فأنا رح أبدأ معاكم من أرلي أرلي نبدأ من على بدري بس اسمحوا لي أشارككم الباور كوينت أول شي رحلتي أنا مع مدارس التفكير أنا 15 سنة في مجال تعليم التفكير والإبداع والابتكار متخصصة في إنشاء ما يسمى الآن منظومة عالمية جديدة رح تنطلق خلال هاي الأيام نتحدث فيها عن ما يسمى مدارس التفكير والجلسة تبعتي رح تكون شوي مختلفة ما رح تكون إحصائيات وهي اللي بتأدي للاختراع عند ثرية والريادة للأعمال عند الأستاذ حسن وبحب كتير تكون معاي بالتشات للمشاركيين بحب أقرأ مشاركاتكم لأنه حديثنا اليوم تفاعلي لأنها هي فعلا رحلة عم نقوم فيها من سنوات والحمد لله بدأت تتكلل بالنجاح وأعتقد هاي الفترة اللي منعيشها مع بعض هي أكتر فترة نحن محتاجين لموضوع تعليم الإبداع ودمجه في المدارس التعليمية كلكم شايفين هاي الصورة أوكي صورة إيش هاي يلا أنتم معاي اليوم أنا موجاي أحاضر عليكم على التشات يس تليفوننا الأديم وهات الآيفون بطلنا نلحق نحن هلا 12 12 البلاس أوكي وبعد شوي بعض نعرف شو رح يصير بس أفتر كورونا كيف رح يكون التليفون متخيليم بناءا على التحديات اللي منعيشها شو رح يصير جش جديد في الآيفون والتليفون والسمارتفون رح يصير في أبس جديدة رائع رح يصير في اختلاف رح يصير الأب فيه طيارة الأب فيه ميزان حرارة الأب إيش فيه وممكن يكون كثير في أمور عم تطوروا بتسرع طيب شو هاي العملات كانوا رايقين الجماعة أياميها عادينا بنحط واحدة واحدة صارت الفيزا وبطلنا نستعمل الكوينز وبطلنا نستعملها يا ترى بعد بعد كورونا فيروس كيف رح تصير العملة كيف رح يكون شكلها نبلش نحنا نتخيل أنا وياكم نبلش تبي كرياتف بما أنه هذا مؤتمر قائم على الإبداع والابتكار البيتكوين إلكترونية بولولي بي إلكترونية ياس ممكن تكون إلكترونية ممكن تكون على البصمة على رمشة العين ما بنعرف كيف رح تكون لكن لما نرجع على المدارس وكانت المدارس هي واستمرت فترة هي وما صار فيروس كرانا انتقلنا وتحولنا للمدرسة الإلكترونية وقلنا واو دخلنا لسمارت سكولز ولكن للأسف اللي صار استكملنا رحلة الطلقين داخل المدارس لكن هاي المرة صار فيه شاشة وفيه صار طالب ورا شاشة هل هذا هو التعليم عن بعد هل هذا السمارت سكولي اللي قاعدين نحنا عم ندور عليها من سنين للأسف اللي شفته بحكم اني أنا مقيمة مدارس مع جامعات بريطانية وجامعات داخل الأردن من خلال الانوفيشن لا كان للأسف نحنا تراجعنا لورا رجعنا للطلقين بطلبية تعلم متمايز وهذا الحديث اللي صار بيخليني اليوم أنا وياكم نحكي لا بد يكون في تغيير اللي عشنا التجربة اللي عشناها نحنا وياكم بهاي الفترة تخلينا ننتبه نحنا مش محتاجين معلومات نحنا محتاجين سكيلز أخدها معي وأطلع فيها على حياة حقيقية وهذا اللي خلانا نشتغل بموضوع الإبداع والابتكار من فترة طويلة وسبحان الله إجاد الفترة الآن يعني قبل 17 سنة لما كنت أقول لناس أنا teaching thinking وcreativity كانوا يدخكوا أنت حتعلمين التفكير يا عمي نحنا منفكر يعني شو تجد تعلمين التفكير هلأ؟ لا نحنا عم نحكي عن four generation skills وعم نحكي مع بعض رح نقدر ننتقل لما يسمى مدارس التفكير وحقيقة أنا عم بحكي الآن من الأرض والواقع من رحلة مدارس التفكير بدخل بقيم بعض المدارس في السعودية في الأردن مجموعة من المدارس بدنا في دبي صارت المدرسة العادية هي صحة أونلاين ولكنها thinking school عم تفكر بطريقة creative سواء كانت عن بعد أو داخل الصفيف فلهيك طلبوا مني في هذا المؤتمر أن الدكتور رحكي لنا عن هاي الرحلة اللي هي رحلة مدارس التفكير اللي صار إنه بما إنه هذا بعد COVID-19 طلعت الجامعات مثل University of Exeter ومجموعة من الجامعات طلعت تقرير قالت أهم المهارات اللي رح نشتغل فيها أنا شكرا للي قاعد عن بيعلق أنا كثير مبسوطة قالت إيش هي أهم المهارات اللي رح نركز عليها بعد COVID-19 بناءا هالتجربة اللي عشناها فكانت إنه بنركز على الذكاء العاطفي على التعاون على critical thinking تفكير ناقد على تنظيم الذاتي التعلم المستقل التكيف التواصل حل المشكلات هذا اللي بده إياه الطالب هذا اللي بكرة رح يحتاجه في أي موقف رح يعيشه لكرياتيفيتي تكنولوجي لفلكسبيلتي ومن هون كان في منظومة ماضية واضح اسمه مدارس التركير كيف منعلم تركير للطلع هل هو إشي كتير مهم؟ أنتو برأيكم مني بيسبق؟ التفكير أم المشاعر؟ القلب أو العقل؟ ما بقولكم نحنا اليوم هلا أنا إياكم طلعنا برا السندوق؟ المشاعر؟ شو رأيكم؟ القلب؟ رائع خليني أقولكم كل إشي عم بصير ليش عم بربطوا بين العائل؟ الذكاء العاطفي والذكاء العقلي والكرياتيفيتي عشان أطلع رائد أعمال عنده قدرة فكرية وعنده قدرة على يكون بسبرين عشان يكون عنده هناك علاقة كتير كبيرة الاثنين كتير مهمين بس تعرفوا مني بيسبق؟ التفكير تخيلوا لو أنا وياكم عادين عن جد عن جد هلا في قاعة مؤتمر في الكويت كلنا كلنا هلا لقاعدين ونحنا بالقاعة دخل علينا أسد شو راح نعمل؟ ويبس كل هاته بدنا نطل نهرب ونطل من الشباة كله بدي طلع مني الباب يا طب ليه أنا خفت؟ بينما لو دخل على القاعة هذا الاسد على قاعة فيها ولد عمره سنة ومص أو سنتين هذا الولد مرح يخاف بالعكس إن كني روح يمسك الاسد الفرق إنه نحنا منفكر فالتفكير هو يؤثر على المشاعر فبالتالي إذا أنا بدي أطلع جيل جديد واعي قادر ثابت قوي فأنا بدي أشتغل على المنتاليتي على التفكير وعلى الكرياتيفتي إذا نحنا عادين عم نحكي عن تفكير صحيح سوي بيخلق مشاعر أيضا سوية وبالتالي المزيد من الأفكار السوية وبالتالي إلى سلوك إيجابي وهذا اللي نحنا بنشتغل نحنا وياكم كيف أنا بدي أحوالي أسأل تفكير خارج الصندوق برافو إذا بعد كورونا خلاص قررنا نحنا كمدارس فعلا يا عمين نحنا بنشتغل بالكرياتيفتي لأنه هذا احتياج هذا مش لاير على المدرسة عشان تكون تميز نحنا نحتاجين مهارات طب كيف أوكي هل أخذ هذا البرنامج ولهذا البرنامج ولهذا الموضوع كل المدارس كانت تتخبط من فترة طويلة كثير منها عندها المدارس الإيقوعة لها نحنا بندرب تفكير ونحنا بنشتغل عليه ولكن لم يكن هناك من موضل منظومة واضحة نشتغل عليها سيستم يشتغل بالطريقة الصحيحة ونحنا الآن عم نحكي في ظل زي ما حكيتوا عصر الثورة الصناعية نحنا عم نحكي عن الفورجي سكيلز ولأنه دايما الانتقال من منطقة الراحة لمنطقة التطوير فيها منطقة تانية اسمها منطقة الخوف اللي انت هون شايفينها صح هي منطقة الخوف اللي ما في منها نقدر نتحول هل نحنا قادرين هل نحنا جاهزين نعم اذا نحنا اتدربنا اكيد رح نقدر نمتلق لهذا الاشي طيب كيف هلا رح احكيكم اللي هي فيها اي مدرسة في الوطن العربي تقدر تتحول من مدرسة عادية لمدرسة تفكير بحب احكي لكم ان الان في بريطانيا في لندن اللي حالها في ستمائة مدرسة راعية للتفكير هذا القادم هاي يدى الابداع والابتكار داخل مؤسسات التعليمية هي مش منشطات التنحط هي منظومة وموديل بنشغل عليه في بريطانيا في يوروب في امريكا في الصين في استراليا في النرويج والان دخلنا على الوطن العربي وان الاوان انه نحكي نحنا مدارس راعية للتفكير هادي اسلحة ولادنا بكرة في الحياة هي اسلحتها مش بس المعارف المعارف صارت تتطلع على جوجل هلا انا حقولي عن اي موضوع بكت على جوجل بقرأ عنه بس مكني وقويني عشان قادر اطلع بكرة على الحياة واكون فعلا انا رائد اعمال ومخترع مكني نفسيا وفكريا وهذا اللي نحنا حنشتغل فاول ما منبدأ عادة لأي مدرسة بنا نبلش نشتغل محا في رحلة ما يسمى رحلة مدارس التفكير منبدأ نقولهم انه هاي المدرسة صحيح هي بتعطي علوم هي انترناشنال هي سات هي اي جي هي اي بي وتفر لكنها ايضا بتشتغلوا بتركز فوكسينج على في مبادئ رئيسية في هاي المدارس اولا جميع المتعلمين لديهم قدرات فطرية يعني كل الطلاب معناته تعليم التفكير للذكي والمتوسط واللي عنده بطء تعلم واللي عنده صعوبات تعلم هي للجميع بعدين تعليم التفكير مش محاضرة واحد يجي يقول لي يلا صير رائد اعمال يلا صير كرياتف يلا فكر خارج الصندوق لا يعني هاي فيه تكنيك واساليب تفكير بدي اتعود عليها واتدربني عليها حتى اقدر اعيشها واخيرا نحنا بنحكي لابد من نماذج واضحة هل استطيع انه ادرس في مدارس التفكير وانقولها الاطفالي طبعا اكيد اكيد نحن نقدر ندرس فيها ومندرس وعندي مجموعة كبيرة من الكتب اللي قالفتها موجودة الان بين ايدين الاهالية قبل المعلمين لانه انا من احداث وجودي في هاي الحياة انه ينطقل هذا العلم للجميع وهو نقل ما يسمى الكرياتف تينكينج والكرياتف تينكينج وحنحكي عن لما انا اقول مدرس التفكير مش يجو اولادنا يروحوا يحضروا نادي صيفي يتعلموا في شهر او شهرين عن التفكير لا ولا يحضر دورة هذا مو تعليم التفكير تعليم التفكير اني انا بدي اعمل الاشي مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا لحد ما يتبرمج عائلي ويصير لما يقع في مشكلة دايركت مخي بيستحضر التقنيا عم بيستعمل هذه الحياة الطبيعية فاذا زي بالظبط زي لاعب تنس الارض لو انا هلأ جابوا لي طابة وتنس وقلوا لي لا انا ادربيها شوتيها بمسك الطابة وبرميها ولا لا سهلة بس بقولوا لي ادخلي اولمبياد بقولهم لا يا عمي ما بعرف ما بقدر ليش لاني مش متمرسة بينما لما يسكون هذه البرامج داخل المدارس من روضة من عندي انا في مدارس يعني هي مدارس مش الي نحنا منحول المدرس المدارس تفكير من عمر اربع سنوات عادين شعني اربعة من اربع سنين هذا لما يطلع الجامعة شو بديو يطلع عكيكم تجربة من عملنا دراسة علمية لمجموعة من المدارس طبقني عليها بعض ادوات التفكير وحبينا نقيس قبل و بعد وعملنا اختبار تورنس تعرفوا اختبار الابداع نقيس كيف الطلاب تتحولوا خلال ثلاث اشعر موجودة دراسة في الجامعة الاربنية موجودة في جامعة البلقة كان مستوى تطور تربل ثلاث اضعاف طب انا لما بزيد ابني في ثلاثة شهر ثلاثة اضعاف معنات له هذا كان من الروضة لحد ما طلع للجامعة شو بديو يطلع عندي بني ادم باي فكر وباي عقل قاعد عم يشترك فبالتالي هو فعلا بصير سلوك داخل المدرسة كل يوم بتعرض له الطفل زيه زي ما انا هلأ بقولكم الطالب متعود على طابور الصباح زي ما بقولكم الطالب متعود على التعلم التعاوني طالب متعود انه مرارا وتكرارا حتى يصير متقن انا هون انا عم ببني خطوط عقاد عم ببني خلايا عصبية وعم ببني شبكات عصبية في داخل الدماء لحد ما اكون انا اتمنت انه الان الطالب قادر بالضبط زي كاني ادي ادخل على غابة واعمل فيها هايوي شوي 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 وبالاستمرار بوصل للي انا بديها فاذا خطوة الاولى اول ما ايشي بنعمله منحكي مع المدرسة ومنتفق معها ان احنا بدنا ندرب المدرسة كلها كل الفريق مش واحد مش معلمة الانجليزي نشيطة راح تحضر الدورة ايجا تدربها لا كل مدرسة بتمشي في نفس الطريق فبالتالي من عند فريق قيادي داخل المدرسة مجموعة سموهم هما بتدربوا على عدوات التفكير بكون المعلم حاضر سواء اونلاين او مش اونلاين ياريت معنا وقت كان شاركتكم الجلسات اللي هي اونلاين داخل حصص عادية وفيها كرياتيفيتي ما بتتخيلوا قداش بكون حماسة الطلاب نحنا عم نطور المهنيا لهدول المعلمين ومندربهم وبالاخير نتركوا نقولهم هلأ راح نساعدكم تعالوا ندمج كل مسارات التفكير هم اربع مسارات في مدارس التفكير تعالوا ندمجهم في الحصص الصفية وفي المنهج فبيجوا لمعلمين بدخلوا وتعرفوا انتو طريقة دمج مهارات التفكير والابداع نوعين يا اما باجوا بعطي حصة اسمها حصة التفكير يوم بالاسبوع ويومين وهي زابطة ونشغلت وموجود عندي مدارس فيها وفي مدارس ثانية لا بتشتغل على ما يسمى مدارس التفكير المنظومة اللي هي تيجي كل المعلمات بتدربوا وكل معلمة العربي والانجليزي والرياضيات والاجتماعيات بتكون عم تحكي عن مفاتيح التفكير عن التفكير البصري عن الخرائط الذهنية عن عادات العقل بتكون كل المعلمات متفقين من بداية العام وعننا مجموعة من المدارس عم بتقوم فيها فبتدمج مهارات التفكير في هاي المؤسسات وما بنسى انه هذا في واحد من الطلاب سمعي في ناس بصري في ناس ذكاء رياضي في ناس ذكاء فبتمج كل هذا بناء على انواط التعلم اللي عند التفكير فمسارات التفكير واضحة الان اللي عالمية هاي الاحدث انا اللي عم بورشكم يا هو الاحدث اربع مسارات رئيسية تفكير بصري منسمي اتنين سلوكيات التعلم الذهني سلوكيات التعلم كيف الهابتس اوضمين بياخدها بحياته مش بس بالحصص بالحياة انا بدي اخلق بني ادم واقف على رجلي في قدام هاي الحياة اللي كنا لنا عم تزداد الصعوبة بدي انسان يرتاح وهو عم بتعامل معي الحياة في اول مشكلة تحدي مشكلة مش ما بيقع عمام اول مشكلة بتصير فيه فلسفة الاطفال بدي اصنع انسان مفكر مفكر ناقد عنده ادوات الاسئلة عنده ادوات الفلسفة عشان يعرف تعامل مع الحياة الطفل عنده ادوات التفكير يعني من فعلا لو بدي سبحان الله بعيش التجربة غير اللي بيحكي فيها لانه انا بعيشها كل يوم فلما انت تشوف الطفل عمره خمس سنين بيقول لك انا بدي استعمل مثلا مفتاح العصف الذهني او بدي استعمل ثلاثة لماذا او بدي استعمل الكمبينيشن كي او مفتاح الدمج او وانت تحس الطفل صغير قاعدة عم بيستعمل المصطلحات وبيعرف يستخدمها هذا الفرق بين اني ادربه على تفكيره هو مش عواعي وادربه على تفكيره انا بعم بورجي ادوات بيستعملها مع صدق الاسرار والترصد هو والمعلم والمدرسة فبالتالي انا بضمن نجاح هذا الموضوع بس اخلص انا والمدرسة وتدربوا المعلمين وخططوا ومأسكاهم من بداية يعني هلأ مثلا ندرب مجموعة بيخططوا للسنة للفصل القادم فبيوزعوا مفتاح التفكير والادوات التفكير على السنة كل المعلمين بهذا الاسبوع بيحكوا هاي الاداة بتقنوها كل الطلاب ضمنهم يتكرر عليهم يتكرر عليهم فحتى بوصلوا لمرحلة الاتقان وهذا اللي بدنا يععمل على الاطفال بعدين منسلمهم المفتاح منهم نحنا هيك سلمناكم الموضوع يعطيكم ألف عافية وانهم كملي يا مدرسة بهاي الادوات وانت بتقدر تشتغل عليها وبعدها بياخدوا اعتماد عالمي من حقيقة من اعظم اعظم الجامعات اللي بتشتغل على الكرياتيفي هاد هون انا بحكي دائما في دراسات كانت دراسات طولية لم انا اقول دراسة طولية يعني على هدول الطلاب نفسهم اللي خطعوا للتعليم بهذا الاسلوب على عدة سنوات شوفوا دور الطلاب شو صار فيهم مع الوقت هون انا بكون فعملوا دراسة طولية طلعت بال2018 اخذت وقت طويل طلعت واثبتت ارتفاع تحصيل مدرسي يعني هو استخدم ادوات التفكير صح استخدم ادوات الابداع صح ولكن ايضا تأثر فيها التحصيل المدرسي لانه صار اكت صار انفولف صار متفاعل مع المواد الدراسية ما احد هو متلقي بالاضافة انه صار فيه مهارات المعلم صار عنده مهارات تكنيك جديد يستعملها بالحصة والمتعلم صار فيه تحفيز يعني بعض المدارس كان يقولولي انه الطلاب تفاعلهم في الحساس اختلف واللي نحنا بنحكيه الان في عندي تحسين بالانضباط والحضور راح فيكم بعض المدارس اللي قالت دكتورة لانا يعني ما تخلي ضغط علينا نحنا راح نعطي يومين بالاسبوع تفكير وهدول اليومين اللي كانوا بيعطوا فيهم وبشهادة مدارس الاكاديمية قلولي انه هدول اليومين اللي كان عدد الطلاب بقلي الغياب فيهم فبالتالي لما انا احترم عقل الطفل ومخي الولد واكون مآمنة فيه هو ما راح يكون المقابل الا تفاعل حقيقي منه شو فيه استراتيجيات خلينا بما انه احنا معانا كمان خمس دقايق او عشر دقايق بعطيكم بعض التولز نعملهم انا وياكم مع بعض اولتلكم الهلاء من نعمل نحن نتذكر مزيبا بقليه خلينا ناخد نحن ننسلمهم طولز ليه ننسلمهم طولز زي عدة النجار اول باب يخربون ما عم يزبط الباب بطلع شو مناسب منها العدة الموجودة اه اوكي هلا انا بحكي لكم بالاخير سألوني شو العنوان بولوا بحكي لكم بالاخير هلا انا عندي مجموعة ادوات بفتحها وبطلع الاداة المناسبة وبستعملها بالزبط هيك ادوات التفاعلة لمين لاي اعمار من عمر اربع سنين حتى نحن عنا الريبري سكولي اللي هم ثلاثة سنين لكن فعليا من عمر اربع سنين المدارس اللي معنا لحد الثانوي اوكي هذا اللي هلا عم نشتغل فيه كنا بنا نعمل بروتوتيب في الوطن العربي نجس نبط كيف الوضع ما شاء الله كان تفاعل رائع من الاهل يدخيلوا الاهل صاروا يقولوا نحنا we are proud ان ولادنا بيحكوا بهاي اللغة لغة انسان مفكر ناقد في كتير من الادوات الحلوة لها الابورج لكم يعني هدول عمرهم اربع سنين هاي صور من احد صفوف الروضة اللي نحن نشتغل فيها حاضر يامنال اوكي ابشري هاي احد مدارس روضة من رياض الاطفال اللي نحن نشتغل فيها هدول بيستعملوا ايش اسمه الانفو كي جمع المعلومات بنعلمهم كيف يصيروا باحثين بعض الادوات بناخدها من وطبعا كلها من توني ريان اسمها مفاتيح المفكرين إبداع المناقض يكون مجموعة إلكترونية من أدوات التفكيري بنستخدمها هي فاني وهي لها عمو يعني شو بدي احتي فبتوصل لجوة جوة جوة مخطفة ولأنها بصور ولأنها بتفاعل ولأنها مدموجة في الحصة فبصير بتصير قريبة عقلبهم حقيقية اكتر مثلا زي هذا لو بدي اسأل منال بمعنها منالي لدخلي معنا على التشات اقولها منال ليش انتي هون في هاي الورشة يلا لماذا انتم هنا في هذه الورشة سريعا سريعا من أجل الإبداع لماذا تريد الإبداع لماذا تريد الإبداع يلا يا أمير منال للتطوير لماذا تريد التطوير لنتعلم لماذا تريد التعلم قال وبعدين معك دكتورة نحن عم نشتغل لماذا 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 بدي يطلع عندي طفل مش سطحي بدي دايما يدور على عمق عمق الاشي وهون عم بخلي إنسان مفكر هون عم بطلع بإنسان مفكر تمام في أدوات تانية مثل مثل مفتاح الدمج كيف أنا بجيب إشياء ما لهم علاقة ببعض وبطلع إش جديد جماعة ريادة الأعمال والاختراع والابتكار بيعرف عن شو بحكي كيف أنا بدي أجيب أفكار جديدة ما إلها علاقة ببعض أجيب له هذا طفل ما بيفكر باختراع دغري بس بعرف لما أحط له مجموعة حروف أقول لك وإني أكبر عدد الكلمات من هاي الحروف ببلشت إركب معي هون عم بيش بسنا قاعد عم بفتح حي الطرق داخل الدماغ شو قولوا تسمو لي هذا الحيوان يلا فرفشكم ماذا يمكن أنه سمي هذا الحيوان عبارة عن دمج كومبينيشن كيف هذا مش حصان بس بدي كرياتيفي بدي كرياتيفي النصر السريح طوليها بكلمة وحدة سر محسون أيوة بأيوة بلشنا بلشت بي كومبينيشن كي يشتغل أوكي حصان ما نسر مع بعض وبدو سر حصاني بلشنا نسكون كرياتيفي وهاد اللي بيشتغل بالكرياتيفي بنجن بالأخير عادي أوكي فنحنا هم نخليفة كلمة خارج الصندوق بس بدو أدوات بدو يصين مخترع بس بدو أدوات وأنا وياكم نعطيهم هاي الأدوات من همنا صغر هون أنا ببلش أعلمه بعلمه كيف أنه يحترم وجهة نظر الآخر فبدربه على التفكير الناقض كيف بتشوف الموضوع الواحد بعلمه كيف يكون تفكيره بصري فبخليه بلش يشتغل على خراءة تفكير كيف بيشتغل بس على شكل خراءة ذينية بس نحن بيشتغل تفكير هون أنا عم بقول عم بشتغل مع طفلي بالتفكير الإبداعي بالتفكير ابعلموا المقارن مقابلة بس بطريقة بصرية الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بصير أعلهم فلسفة الأطفال باعلموا كيف يطرح أسئلة أمهارات عليا بمستوى عالي ماذا لو؟ What if؟ مين يقول لي ماذا لو؟ حدا يسألني أي سؤال بماذا لو؟ ماذا لو؟ من قطعة الكهرباء هلأ ماذا لو ماذا عن طلاب الجامعات والله نحن هلأ حاولنا محاولة بمصر نقول هذا الحكي للجامعات بس الآن ما أعلننا ماذا لو تحقق النجاح ماذا لو انتهت كورونا ماذا لو طبقنا هذا المنهج بدول العربية والله أنا هاي رسالتي في الحياة وإن شاء الله ما بطلع من الدنيا لو أنا مؤديتها يا رب ماذا لو الانسان له أجنحة الله بلشت الكرياتيبات ليه بيعملوا برنامج متخصص حتى كيف يطرح الطفل السحال لأنه معظم الأسئلة اللي بتعاملوا مع الطلاب هي مبنية على الذاكرة المعلمين بيركزوا على الذاكرة فبدي آجي أعلمهم كيف كل واحد من مستويات التفكير له لغة اسمها لغة التفكير له طريقة أسئلة فيه له طريقة أنشطة فبنعلمهم كيف المعلم يسأل وكيف الطالب يسأل هون أنا عم بمصر فيه مستوى عالي في التفكير فمجموعة كبيرة من الأدوات اللي بنعطيها فعلا للطلاب بدنا نحفزهم يفكروا بدنا يعلمهم يضيفوا تفاصيل بدي يا أي شي لو كان بسيط بحياتهم موجود يقدر يستغلوا بطريقة ومرة نجيب لهم ألم ومن لهم أعطوني أكبر عدد من الاستخدامات للألم بشرط ما يكون للكتابة بدي أعودوا يفكر خارج الصندوق بديها يكون خارج هذا الصندوق توليد المعارف وتوليد الأفكار بالزبط أنا رح أحكي لكم بس هالقصة الصغيرة عن فايغوتسكي فايغوتسكي نحنا بنحبه كتير جماعة التفكير والفلسفة وعلم النفس فايغوتسكي بيقول تخيلوا وهذا يمكن نختم فيه نحنا زي ما لحنا ما بعرف تخيلوا إنه يكون عنا عيلة هاي العيلة إجاهها توأم ولدوا بنات الولد والبنات نوجدوا في نفس العيلة الولد خلوا بدهم يمشوا فالولد الصغير خلوا يمشي خلوا يتحرك أعطوا مجال يطلع يخبط في الطاولة يخبط في الكرسي وبالأخير هذا الطفل إلى أخت بس هالأخت بحبوها خافوا عليها ديروا بالهم عليها جدتها محطيتها في خضنها أمها بتحملها خايفة عليها توقع خايفة عليها تخبط برأيكم مين رح يمشي مين رح يمشي قبل هل هو الولد ولا البنات مين رح يمشي قبل أكيد الولد بس أكيد مش لأنه الولد خاصة أنا يعني ملتقى سيدات الأعمال أكيد مش عشاننا ولد هذا الولد يمشي لأنه تعرض لفرصة وتحدي وفشل ووقع ومشي إذا أطفالنا ما عاشوا التجارب والخبرات واتدربوا ما رح يفكروا بالطريقة اللي نحنا بدنا إياه علشان هيك نحكي في برامج التفكير وتعليم التفكير ومدارس التفكير دوري المدرسة ودوري كأم ودورنا كمجتمع انهيق للطلاب فرص يختبروها يعيشوها وهذا اللي بتعمله مدارس التفكير وهي هي رحلة مدارس التفكير باختصار فهي رحلة تميد إيدها للمعلمين وتهيئهم وتعطي فرص للأطفال يجربوا كل هاي التقنيات بتكون بيدين الأهل مع المدرسة لأنه نحنا بالأخير بنشتغل على على إنسان رح يطلع لهذا المجتمع فبالتالي كل ما مكنا وأونا وسلحنا كل ما رح نكون نحنا مستفيدين نفس التفكير نفس النتائج تفكير غير يجب أن نتائج غير إذا بدي المستقبل يكون غير في العالم العربي بدي أبدأ منهم وباختصار هاي هي مدارس التفكير إن شاء الله أكون أعطتكم لو بدي أعود أحكي بأحكي معكم سنتين لربالكم فأنا أختصر لكم أحسلكم فهاي هي موضوع مدارس التفكير أنا موجودة حساباتي موجودة دكتورة لانا مبيضين موجودة على الريتينكرز على الإنستغرام على الفيسبوك أهلا وسهلا للجميع كل الشكر لكم شكراً للحضور يعطيكم ألف عافية إن شاء الله نلتقي يا ربي بي أمكنا جديدة في مؤتمرات جديدة مرة تانية كل الشكر أستاذة إيناس معاك المايك ألف شكر دكتورة على المحاضرة العظيمة يعني إحنا في الأكيد كلنا استفدنا يعني الحمد لله من لطفا يعني كل شكر كل شكر كل شكر شكراً للدكتورة مويل كل شكر حلا وسهلا حلا وسهلا والآن نبدأ المحاضرة الرابعة مع دكتورة بشاري الغنم أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي جامعة الكويت دولة الكويت فضل على دكتورة دكتورة بطايد نعم معاكم أهلا وسهلا السلام عليكم أشكلكم على هذا المؤتمر وإقامة هذا المؤتمر اللي يسعدني نتحدث مع الجموعة الطيبة واستفد كثيراً من الكلام اللي تفضلوا فيه وودي الحين أشاركم البرزنتيشن بس أسوي لكم شير نعم راح أبتدي في نقطة فيها نوع من الجمود الذي يختلف عن المرونة اللي تفضل فيها زملائي في الحج ولعل أي ابتكار أو دعوة للابتكار من ناحية نفسية أو من ناحية اقتصادية أو من قبل القطاع التعليمي لابد من وجود أطر قانونية مهمة لحماية هذا الابتكار وهذا الابتكار أي أن كان في أي مجال المجالات لا تطلع وإلى جانب ذلك في مخاوف هذا التطلع هو رغبتنا في إيجاد مجتمع يفكر تفكير ابتكاري وإبداعي مثل ما تفضلت الدكتورة لنا في حديثه في غرس هذه القيم في القطاع التعليمي من مراحل مبتدئة في التعليم وأيضا تعتبر من أهم التطلعات لأي مبتكر أو مبدع لأنه يريد كشغف لديه في إضافة اختراعات وإبداعات تفيد المجتمع في المقابل هذا الابتكار للعديد من المخاوف أول هذه المخاوف عدم موجود بنية تشريعية تتلاءم مع هذا الابتكار قد تكون في دول متقدمة في تشريعاتها وتكون في دول ما رح أختار كلمة متأخرة لكن أعتبر أن قوانينها تكون تقليدية في احتواء الابتكار أيضا من مخاوف الابتكار هو مدى توفر رؤوس الأموال الكافية لإخراج هذا الابتكار من إطار حمايتها لقد يكون براءة اختراع أو حمايتها بحق المؤلف أو العلامات التجارية لكن يحتاج رؤوس أموال لإيجاد هذا الابتكار على أرض الواقع مثل ما تفضلت أستاذتنا الكريمة أستاذة ثورية في الاختراعات في القطاع التعليمي أنه إما يشجع المبتكر على الاتفاق مع شركات قائمة أو إنشاء شركات مستقلة ونحن اليوم نعيش في عالم المعرفة وعالم المعلوماتية والتعليم والتكنولوجيا لهم تزاوج مهم وأغلب الاختراعات المتوفرة على أرض الواقع هي نتيجة أبحاث وفرق بحثية يعني في عنصر من التعاون لا أعني في كلامي أن العمل الفردي مهدور لا العمل الفردي لا احترامه ولا حمايته في إطار القانون لكن كلامي هذا استشهد في أحد التقارير الدولية هذه التقارير الدولية بيّنت أن في بداية الألفينيات كانت الأوراق العلمية وصلت إلى 64 بلنية بمقابل البراءات الاختراعية تم تسجيلها 54 بلنية وفي منتصف الألفينيات زادت هذه النسبة فصار الأوراق العلمية 80 بلنية وقفز عدد البراءات الاختراع إلى 70 بلنية فهذا يدل أن العمل التعاوني والشراكة لجانب مهم في دفع عجلة هذا الابتكار وأيضاً نشرت على موقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ترتيب لدول مجلس التعاون في مسألة البحث والتطوير ويقيس هذا الترتيب مسألة مهمة تتعلق في حماية الملكية الفكرية واستشف من هذا الترتيب أنه هو قوانين الملكية الفكرية تعتبر المجال الطبيعي لحماية هذا الابتكار أيضاً على نفس الموقع تم نشر إحصائية أخرى تبين ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الابتكار العالمي سنة 2000-2000 وهذا المؤشر له أهمية كبيرة لأن هذه الدول بجلس التعاون الخليجي لها منافسة أيضاً مع دول العالم وهذا المؤشر مهم لأنه يختبر مدى تطور الدول في مجال الاقتصاد في مدى احتواءهم للابتكار يعني أنا عندي مصنع سيارات على سبيل المثال مدى تطبيقي واحتوائي للابتكار لتغيير هذه السيارات من جانب التطريقي إلى جانب التكنولوجي وهذا المؤشر يقوم على مبدعين أساسيين مبدع مؤشر مدخلات الابتكار يعني وجود مؤسسات في الدولة وجود بيئة قانونية وجود تطور للأعمال في هذه الدولة وجود سوق يحتوي هذا الابتكار وأيضاً يقيس هذا المؤشر جانب آخر وهو مخرجات الابتكار بكون هذه المخرجات قد تكون مخرجات تعليمية كتب أو لوحات أو قد تكون مخرجات تكنولوجية مثل الهاتف وتليفونات مثل ما تفضلت دكتورة لانا أن تطلعنا للمستقبل بعد كورونا ما هو الشكل لهذا التليفون فإحنا لما نتكلم عن هذا الابتكار لابد من وجود حجر الأساسي لهذا الابتكار في حماية قانونية في قوانين ملكية الفكرية فأنا رح أتكلم عن مجال هذا الابتكار وحمايته في ضل قانون حق المؤلف وأيضاً في العلامات التجارية وأخيراً في براءات الاختراع أنا لما أذكر بس كلمة حق المؤلف سلسلة من الأمثلة الحين أكيد طرت على بالكم كتب، قصايد، برامج الكمبيوتر التطبيقات التي تعتبر صورة من صور برامج الكمبيوتر اللوحات الفنية، الصور كلها تعتبر من المصنفات التي يحميها حق المؤلف وهذه المصنفات يجب أن يكون للمؤلف فيها طابع شخصي أو إبداعي كي يحمي هذا القانون وفي نقطة يغفل عنها الكثر من المؤلفين وهي أن يتبادل لذهنهم أن الدرجة الإبتكار يجب أن تكون ذات جدارة عالية لكن لا، أكس ذلك ما لها مقياس معين وإنما فقط الطابع الشخصي لهذا المؤلف ورح استعين في حكم قضائي لقضية أشغلة الجانب الأوروبي إن في طفلة تم اختطافها من أمام مدرستها وهي عمرها عشر سنوات فالشرطة في المنطقة عشان يبحثون عن هذه الطفلة لابد من وجود صور لهذه الطفلة عشان يقربون هذه الصورة من الأطفال اللي يلقونهم في الشارع بعد عشر سنوات من اختطاف هذه الطفلة استطاعت هذه الطفلة من الهرب من الخاطف فلما هربت ونشر هذا الخبر على وسائل الإعلام المختلفة إحدى الجرائد قامت بالآتي راحت يابط الصورة اللي في حوزة الشطة وقامت في استخدام هذه الصورة في إحدى برامج المعالجة الإلكترونية لتقريب صورة هذه الطفلة بعد عشر سنوات فهذه الجريدة لما انشرت الصورة اللي هي الصورة اللي قبل عشر سنوات والصورة المعالجة لصورتها اللي ممكن أن تكون عليه المصورة لهذه الصورة شافت الصورة في الجريدة سترفع الدعوة أمام المحكمة على أساس أن صورتها الأساسية اللي صورتها هذه الطفلة لم يذكر في الجريدة أنها هي مصورة الصورة يعني لم يحترم حقها في الصورة بذكر اسمها بكونها المصورة وأيضا لما عولجت هذه الصورة إلكترونيا بالتعديل لم يتم أخذ إذن من قبل هذه المصورة لتعديل هذه الصورة فصال في انتهاك لحق المؤلف في الصورة فالجريدة عند حضورها أمام المحكمة دفعت بعدم أهمية الصورة وأن الصورة غير محمية في قانون حق المؤلف يعني أقرب لكم التوجه يعني أنا حي لو بروح أصور في الصورة للجواز راح أروح وأوقف راح يحط المصور وراي الخلفية الزرقة فهذه كانت طبيعة الصورة لأمام المحكمة فعلى هذا الأساس الجريدة دفعت وقالت أن الصورة ما لها أي حماية بناء على حق المؤلف لأنها صورة عادية صورة شخصية لماذا تحمى بحق المؤلف؟ المحكمة انتصرت لصف من المصورين وحق المؤلف وقالت وإن كانت هي صورة شخصية إلا أن هذا المصور قام بإسباق طابع الشخصي في هذه الصورة باختياره للباكيكفاند وهي الخلفية العدسة الزاوية اللي يلتقط فيها هذه الصورة وبعد التقاط الصورة من المؤكد أنه استخدم برامج معينة لتحديد حجم الصورة وأيضا الأبعاد فيكون قد أسبق هذا الطابع الشخصي في الصورة فتحمى هذه الصورة وما قامت به هذه الجريدة يعتبر انتهاك لحق المؤلف فيعني هذا الحكم يعني يبين لنا أنه لا درجة علية ولا أدنى لحق المؤلف وإنما ما هو الطابع الشخصي للمؤلف فيما قام به من مصنف أيضا حدود الابتكار لا تقف بقول أنا مؤلف فرد يعني شخص وإنما حدود الابتكار تكون أيضا في مجال المصنفات التي تبتكر من قبل عدة أشخاص وتسمى بمصنفات المشتركة يعني لو أقوم بكتابة بح أو كتاب مع زميل هذا الكتاب باشتراكنا معا يكون مصنف مشترك مع العلم أن القانون يبين أن في هذه المصنفات المشتركة ستكون حمايتنا مشتركة ولا يجز لأي طرف مننا أن يتعامل بهذا المصنف بشكل منفصل وأيضا هناك مصنفات جماعية يكون فيها أيضا الحماية القانونية وهي مثل شركة جوجل أو أوريكل أو أبل يكون عندهم تطبيقات إلكترونية يستعينون فيها على سبيل المثال بمطورين تكنولوجيا وهذا المطور التكنولوجي لهذا التطبيق في الشركة يقوم بإعداد هذا التطبيق بإشراف من شركة أبل أو بإشراف من شركة جوجل هنا هذا المصنف وإن كان مبتكرا من هذا المطور إلا أن هذا المصنف سيكون ملكيتة للشركة بكونها هي المشرفة على العمل وليس المتكر بنفسه فلهذا سيكون المصنف الجماعي هذا الابتكار وإن وجدت له الحماية إلا أن هذا الابتكار يؤرق المبتكر وهو المؤلف من عدة جوانب أولها النسوق النسخ مفتوح وهذا النسخ بحد ذاته هو الذي يكون حثرة أمام المبتكر نحو التقدم في مؤلفاته وهذا الذي نشاهده في الوقت الحالي في الكتب والبرامج لكن له طرق قانونية في وقف هذا النسخ وأستعين في هذه الحالة في قضية صارت في بداية الألفينيات شركة جوجل طلعت لنا محرك جوجل بوكس للكتب عن طريق جوجل فكانت تتيح للأشخاص إذا أنا أبي كتاب هذا الكتاب بصفحاته موجودة على جوجل فلأن جوجل يعتبر نحرك بحثي متاح حول العالم فكان فيه كتب موجودة لمؤلفين فرنسيين على جوجل فأحد المؤلفين انتبه أن كتابه موجود فالناس مقعد تروح تشتري الكتاب وإنما تنزل من جوجل عن طريق جوجل بوك فرفع هذا المؤلف دعوة قضائية ضد شركة جوجل أنت انت حكتي حقي وهو حق المؤلف في نشرة وأيضا في تحصيلي المالي فعلى أي أساس قمت بنسخة ووضعها على شبكة الإنترنت فتم وقف جوجل بوك من فرنسا إلى أن تعيد جوجل ترتيباتها بما يتوافق مع قانون حق المؤلف وبعد هذا الحكوم جوجل قامت في إبرام عقود مع المؤلفين إنه إذا كنت تريد أن نشر كتابك إلكتروني فلك طريقة معينة في رفع هذا الكتاب أيضا الابتكار وإن شجعنا على أرض الواقع إلا أن له قيود وتعتبر من أحد الأمور التي تكون خطوط حمرة أمام المؤلف وهي أن هذا الابتكار يجب أن لا يمس الأمور الدينية ولا الحريات الآخرين ولا يثير الطابع الجرمي يعني ما يشجع على ارتكاب الجرائم وأيضا لا يبث روح العداوة يعني إذا أنا كنت فنان ما أحاول أني أنجسم رسومات معينة ضد تمييز عنصري على سبيل المثال أو جنس ضد آخر هذه كلها تعتبر نوع من أنواع روح العداوة هذا الابتكار لا يقف أمام الصورة التقليدية التي هي الكتب وإنما هذا الابتكار وصل إلى مرحلة من التقدم وأصبح هذا الابتكار متاح على شبكة الإنترنت وأصحاب هذه المصنفات زاد عندهم مستوى القلق في استمرار حمايتهم وتتبعهم لمصنفاتهم فظهر عندنا سنة 1996 اتفاقية دولية معنية في حماية المصنفات على شبكة الإنترنت وهذه الاتفاقية ألزمت الدول أن تضيف في قوانينها ما يسمى بالتدابير التكنولوجية لحماية المصنفات على الإنترنت وقانون حماية المؤلف الكويتي اللي صدر في 2019 بيّن لحدود هذه الحماية هذه التدابير التكنولوجية ما هو هدفها؟ هدفها هو وسيلة لحماية هذه المصنفات من أي تحايل قد يقوم به الغير فيؤثر على مصنفاتك أعطيكم مثال لو الحين أنت بي تقرأ كتاب على جوجل بوك رح تلقى مقتطف من صفحة أو صفحتين لكن إذا تريد تكمل لازم تشتري الكتاب وإذا بتشتري الكتاب لازم تحط يوزر نيم و باسورد بعدين تشتري الكتاب وتدفع عليه مبلغ معين قد يكون 10 دولار 5 دولار على حسن قيمة الكتاب هذه الطريقة تسمى بنوع أو صورة أولية لصور التدبير التكنولوجي وهو السيطرة على الوصول لهذا المصنف يعني كي أقرأ هذا الكتاب يجب أن أدفع قيمته ودخول لهذا الكتاب في كل مرة يجب أن يكون دخول عن ضرق يوزر نيم و باسورد أيضاً أغلبنا الحين يشوف مسلسلات وأفلام على نتفليكس كي يحقني الدخول لنتفليكس لازم أشتراك وأدفع مبلغ شهري هذا أيضاً يعتبر نوع من أنواع التدابير التكنولوجية بأنه يطمن للمؤلف اللي هو صاحب المسلسل أنه هو ياخذ عوائد مالية وأيضاً أنه لا يتم تناقلها وأيضاً الصورة الثانية وهي صورة التدبير الحماي لإستعمال المصنفات وأقربها لكم في صورة أن نحن الحين لو بنروح أي محل و بنشتري سيدي لأنتفايروس للكمبيوتر رح نلقى على غلاف هذا الكرتونة أو علبة الأنتفايروس أنه فقط يجوز تحميله أو تنزيله على كمبيوترين فمعناها أنا لو بنزل على كمبيوتر ثالث ما يجوز ما سبب ذلك؟ هو التدبير التكنولوجي الذي تم وضعه داخل هذا القرص اللي فقط يسمح بتنزيله على برنامجين طبعاً أمامكم مجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تخرق التدابير التكنولوجية فإذا تم خرق هذه التدابير التكنولوجية فإن فيه رقوبة الحبس والقرامة أيضاً عندنا تدابير أو ما يسمى الابتكار في قانون العلامات التجارية ويكون هذا الابتكار في قانون العلامات التجارية من خلال شرط التميز الذي بينه قانون العلامات التجارية حول العالم وأي قانون حول العالم كي يحمي علامتك التجارية يجب أن يكون في صورة مبتكرة لعلامتك أن يقول لهذه العلامة صفة مميزة كي تتميز في سوق هذا المنتجات والقدمات المتاح ولا حدود له فكيف أحدد صفة هذا التميز في هذه العلامات التجارية؟ أولا قد تكون هذه العلامة التجارية لا معنى لها يعني لو أفتح قاموس اللغة العربية وقاموس اللغة الإنجليزية أو أي قاموس من قوانين الدول لا أجد لهذه الكلمة معنى وأعطيكم مثال على ذلك عندنا في دولة الكويت مشروع تجاري متخصص في بيع سندويشات البيض فأعطى لنفسه علامة تجارية وهي excellent يعني egg في بداية أول ثلاث كلمات بعدين بقية لما تكراها في نفس وحي ونفس الرثم لكلمة excellent لها ممتاز فالكلمتين دمجهم مع بعض بشكل فني أعطى تميز لهذه الكلمة لو أفتح معجم اللغة الإنجليزية لن أجد معنى لها فهذا نوع من أنواع صور التميز أيضاً قد يكون الإبتكار للخصورة التميز في العلامة التجارية هو أن علامة اسم موجود ومعروف ويتداول لكن يتم استخدامه في غير محله وهو مثال قريب لنا كلمة أبل اللي هي تفاحة تم استخدام كلمة أبل وعلى أجهزة إلكترونية ما هو الصلة ما بين أبل والتفاحة ككون علامة تجارية لا صلة بينهما وإنما هي فاكة كزاد وطعم لكن يصبح نستطيع استخدامها أيضاً كمثال آخر في شركة معروفة في قطاع الاتصالات اسمها أورنج تستخدم كلمة أورنج كعلامة تجارية لخدماتها التكنولوجية وهي التليفونات وخطوط الهاتف لكن هي أورنج برتقالة فاكة لكن تم استخدامها وين في قطاع الاتصالات يمكن ماذا يمكن دهمني الوقت فأحاول أني أسرع في أيضاً الشرح في مسألة تتعلق في كيفية تقدير هذا التمييز ووجود هذه العلامة في سوق العلامات التجارية وكوني رائد أعمال أن أبقي هذه العلامة في صامدة بالتنافس مع العلامات الأخرى قد يكون هذا الأمر مبني على أن العلامة كلها المتكامل بما تحتوي لها تمييز مثل كلمة excellent يعني لا أستطيع أن أجزئها لازم أقراها كلها المتكامل كي تعطيني هذا النسق في اللفط والصورة فتركز في بالي أو في مجال آخر أنظر إلى المستهلك كيف يرى علامتي؟ هل فيها تمييز بكون أن ما يلتبس ما تلتبس علامتي مع أي علامة لأي منتج أو خدمة أخرى موجودة في السوق؟ هذا معيار آخر وقد يكون المعيار الآخر هو معيار مكاني وزماني وما قد يكون علامة تجارية متميزة في وقت ما قد تكون قير ذلك في وقت آخر وهو مثال حي يتعلق في الوضع اللي احنا نعيشه وهو مسألة كورونا فيروس أول ما ظهرت وشاع خبر الفيروس إحدى الشركات في إحدى الدول تأثرت مبيعاتها بشكل كبير والسبب في ذلك أن عندها مشروب كحولي يباع في الدول الغربية اسمه كورونا وهذا المشروب مطلوب على مستوى الدول الأوروبية والأمريكية فبعد ما تم إعلان أن في حالة فيروس حول العالم واسمه كورونا فيروس الشركة مبيعاتها هبطت إلى القاح وسبب في ذلك أن لا شخص يرقف في شرب شراب مكتوب عليه كورونا لأنه صار فيه ارتباط أن كورونا قد تكون جزء كفيروس من ضمن هذا المشروب وينتقل من خلاله أو أي ارتباط نفسي أو يكون سبب ما بين دافع للأشخاص بعدم الرقبة في شراء هذا المشروب فتأثرت الشركة فصار من اسم لا رواجة وعلامة لها سوقها ووجودها إلى علامة لا قيمة لها علامة يجب أن تبني نفسها من يد ويديد وتغير العلامة وتبث روح الثقة لمستهلكينها وهذا قد يستغرق وقت طويل للشركة فهذا أيضا عامل مهم عند اختيار أي علامة تجارية أيضا في مسألة أحدثتها وفرزتها التكنولوجيا وهي مدى استخدام العلامة التجارية كعنوان إلكتروني لموقع إلكتروني اللي هي مثلا www.bashair.com قد تكون بشاير هي علامة تجارية لمنتج ما الحين صار في تخوف أن أنا علامتي لها وجودها ولها سمعتها لكن لما أستخدم هذا الاسم كعلامة تجارية كاسم موقع إلكتروني لا أستطيع الوصول لذلك لماذا؟ لأن الصعوبة اللي موجودة أن أنا لو بقدم طلب لحماية علامة تجارية بقدم استمارة والدولة بتشوف أن هل في تسجيل لهذه العلامة في سجل العلامات في نفس الخدمة أو نفس السلع ولا لا إذا ما في بنفس الخدمة ولا نفس السلعة راح تسجلها لي على خدمات أو سلع أخرى لكن في الموقع الإلكتروني أنا أقدم طلب للجهة والجهة بس تسوي سيرج تلقى إنما في بشاير.com أو بشاير كموقع إلكتروني مسجل فتعطي بشاير لمقدم الطلب اللي قد تكون بشاير في الفلبين ولا بشاير في الهند فأحين محتاج في ضلة لحين كورونا وكل الأعمال انتقلت إلى مواقع إلكترونية كان محتاج إن علامة كذلك توجد في الإنترنت ومواقع إلكترونية اللي صار إن هذا الأمر أظهر لنا مشاكل إن قد تكون علامة تجارية مطابقة أو اعتذر موقع إلكتروني مطابق لعلامة تجارية أو موقع إلكتروني مشابه لعلامة تجارية أو يكون أمام مشكلة أن موقع إلكتروني ينشأ إما مطابق أو مجابه لعلامة تجارية ويحاول الحط من كرامة ومكانة علامة تجارية فهذه من المشاكل اللي تحصل على أرض الواقع وأخيرا لنا داهمنا الوقت رح أتكلم عن مفهوم الابتكار في قانون أبراءة الإختراع الاختراع هو محل الحماية وكي نصل إلى وجود هذا الاختراع لابد من إما أن يكون هذا الاختراع جديد بمعنى لم يتم الكشف عنه لأن لو تم الكشف عنه وأنا فرحان ككوني مبتكر وأطالب من السوشيل ميديا وأطلب من الإعلاميوني قابلوني بسبب اختراعي هذا الكشف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم حماية اختراعي لأن أي كشف عن الاختراع قبل تقديم الطلب بالحماية يعتبر هذا الكشف لا يمحو ويؤثر على الحماية وتكون الحماية منسية يعني ما في مجال أنك تروح بتعب نفسك وتقدم طلب لكن القانون بيّن أن لو تم الكشف في ظروف معينة هذا الكشف لن يؤثر في هذه الحالة على عدم الحماية وإنما يحقنا أن يقدم طلبه بمعنى أن في أوقات كثيرة قد يصير فيه هاكر على جهازي ويتم الدخول على بيانات اختراعي ويتم نشرة في الإنترنت فمعناته تم غصب هذه المعلومات ولم يتم الكشف مني وإنما من قبل الغيب هنا إذا كان هذا الكشف من قبل الغيب بطريقة عسفية قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب هنا هذا الكشف لن يكون سلبي وإنما يحق لك أنك تقدم طلبك أيضاً تسمعون كثيراً أن اختراعي سجلت في أمريكا ثم سجلت في بريطانيا ثم سجلت في الكويت أو في السعودية أو أي دولة أخرى هنا إذا تم الكشف عن الاختراع بسبب حمايتي له في دولة أخرى من دول منضمة معي في الاتفاقيات ثم أريد حماية هذا الاختراع في دولة أخرى فإن هذا الكشف لن يؤثر على الحماية وإنما هذه الحماية ستكون مكثولة لك بنصوص القانون أيضاً القانون بيّن لنا أن الاختراع يجب أن يحتوي على خطوة ابتكارية يعني ذكر لكلمة الابتكار بلفظ صريح لما ذكر لكلمة خطوة ابتكارية يعني أن هذه الخطوة الابتكارية يجب أن لا تكون بديهية يعني القلم على سبيل المثال أنه هو يكتب حبر ناشف ولا حبر سائل يعني لو أنا بروح أسوي نفس الاختراع رح يكون الاختراع بديهي لأن قطاع الأقلام عندهم هذا الأمر لكن لو كان هذا الاختراع يحتوي على خطوة ابتكارية يعني لم يسبق للصناعة نفسها الوصول لها فهنا نكون أمام حماية لهذا الاختراع وطبعا سيكون معيار معيار موضوعي ويقاس على الشخص وهو رجل الصناعة العادي من ذات المجال الذي تم الاختراع أو توصل الاختراع له في الختام أنهي وأقول أن أيضا في ظل وجود قوانين الاختراع نجد أكبر الشركات تهدر هذا الابتكار وتهدر الحماية منها مؤخرا صدر حكم ضد شركة أبل بسبب أن شركة أبل قامت باستخدام مجموعة من الاختراعات المحمية لشركة أخرى كوسيلة حماية الرسائل التي تبتعد عن طريق الأجهزة الإلكترونية استخدمت هذه الاختراعات بدون إذن سابق ووضعتها في أجهزتها وتطبيقاتها على أبل فتم إصدار حكم بلزام شركة أبل بدفع 503 مليون دولار للشركة الأخرى فيجب أن يكون هذا الاحترام ليس فقط من قبل شركات صغرى لشركات كبرى وإنما أيضا هذا الاحترام يجب أن يكون من شركات كبرى لشركات منافسة وشركات صغيرة أو متوسطة وأشكركم على حسن الاستماع وعذروني على الإطالة شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الهمة دكتورة بشاري الغانم أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي جامعة الكويت هذا وفي نهاية اليوم الأول من فعلات المحاضرات سنتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لسادة المحاضرين والسادة الحدود والسادة المعلقين على الشات وإلى اللقاء غدا 7 إبريب في أبي يوم الثاني من المحاضرات الموزن للمؤتمر الإفتراض الخليجي الثاني في نفس الموعد من أربع مساء إلى ستة مساء على منصة زوم والسلام عليكم ورحمة صورة لكم